في منحة مهمة جدا 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 بتاعت اليو اس ايد في مصر بيختارهم 140 طالب كل سنوية من السنوية العامة من السنوية العامة دي موجودة لدفة الثانوية عاملة بتاعتهم المتاحن دلوقتي يعني بعد ما تخلص متحناتك بتاع الثانوية وكل حاجة فانت محظوظ يا صاحبي يعني انت محظوظ جدا رغم كل اللي بيحصل حواليك دلوقتي انت عندك فرص لم تكن متاحة لنا تماما او مش لم تكن متاحة لم نكن نعرف عنها شيئا فمن يدخلت كلية السيدالاوة والدنيا فتحت الحمد لله اه فتحت معاي بانت منذ نروح بالبرامج كتير وانت في الجامعة ممكن تطلع ببرامج كتير جدا اثناء الجامعة اللي كنت في كلية سيدالا بيضوية يعني مكنت شفى مش اصلي حاجة من كلية التانية بس اصلي كالكلية بطار صعبة مش عكبك وليه كالكلية ус sakotta لا 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 اصلي كلية صحبة قات صعبة جدا سيدالا صعبة اه صعبة وهي عند legislative صعبة في الكلية في مصر لا لا طب طب صحيح طب صعبة سامحوا يعني ما فيش مشكلة طيب خلينا أبدأ معك صحبي من البداية خالص ايه هي المنح دي أصلا يعني أنا اعتبارني معرفش أي حاجة عن المنح وانا جاي لك عمور اشرح لي يعني ايه منح هذا البودكاست برعاية شركة تركي كانبس للخدمات التعليمية دلوقتي انت خلصت امتحانات الثانية العامة ألف مبروك عديت يا بطل الحمد لله وحاليا انت متظر النتيجة والتنسيج علشان تشوفي الكلية اللي انت عايز تدخلها في الغالب للأسف الشديد التنسيج مش بيجيب لك الكلية اللي انت نفسك تدخلها وهنا بيبقى قدامك اما انك تخش الكلية اللي التنسيج جابها لك او انك تفكر في خيار الجامعات الخاصة اللي هو برضو بيبقى غالي جدا عندنا ولكن ولكن في خيار تالت خيار صراحة يعني ممتاز انا مؤمن جدا ان الجيل الحالي محظوظ لان قدامه خيارات ما كانتش متاحة قدامنا ومن اهم الخيارات ديت هو الدراسة في الخارج انك تدرس في جامعة خاصة في الخارج وهنا شركة تركي كانبس بتوفر لك كل الحاجات اللي انت محتاجها بتساعدك في اختيار التخصص بتساعدك في اختيار الجامعة وهي وكيل لأكثر من 33 جامعة خاصة في تركيا وبرضو شهادة اللي انت هتاخدها من الكلية معترف بها ويمعتمدها في مصر والوطن العربي بحيث انك اما ترجع تقدر بتعمل لها معادلة ويتبقى عضو في النقابة وتكمل دراسة عليها لو حاببت تعمل ماجستير او دكتوراه فالناس هيخذوك من A to Z من البداية حتى النهاية مجرد ما بتبعتلهم ورقك هم بيساعدوك في كل حاجة ومجانا يعني انت مش تدفع حاجة بل هيجبولك خصم كمان من الجامعة خصم خاص جدا بهم لانهم متعاقدين مع الجامعات ديت ودراسة هناك تكلفتها في السنة البكالوريوس 2000 دولار اما يعودل 30 ألف جنيه وبتقدر تدفعهم على إسطين في الترمي الأول والترمي الثاني والشيء المذهل فعلا ان ايا كان مجموعك ايا كانت درجاتك هتخش الكلية والتخصص اللي انت عايزه يعني ده ده حلم ده كان حلم بالنسبة لنا كل واحد يخش الكل اللي هو عايزه بغض النظر هو مجموعه ايه ف وشركة تركي كامبس ادونا كود خصم دروس اونلاين 21 لو استخدمته لما تتواصل معهم هم هيسجلولك ورقك ويزبطولك أحوالك في الجامعة بشكل كامل بحيث ان انت تكون طالب مسجل رسميا حتى قبل ما تسافر تركيا فلو انت حابب تستفسر أكتر عن الخدمات بتاعتهم وازاي هيساعدوك في الحاجات دي كلها هتلاقي لنك التواصل من خلال واتساب بشكل مباشر في وصف الفيديو وما تنساش تبعت لهم الكود بتاعنا علشان يقدموا لك الاكسترا سيرفز ديات فور فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست ضيف النهاردة هو ضيف عزيز علينا الدكتور عمر رمضان دكتور صيدلاني وكل صيدلاني هو دكتور ما تقوليش ليه منعشان امراتي صيدلانية فدكاترة تمام خلصانة خلصانة والغريب في عمر ان هو هو غريب جدا يعني ان الراجل ده اتعرض عليه السبع وعشرين منها طلع منهم اربعتاشر بس عشان التضارب يعني في اوقات كان بيجلوا من حتين في نفس الوقت فبيضطر يتنازل عن واحدة وياخد التانية عمر عنده خبرة كبيرة جدا في المنح سافر دول كتير يعني انا يعني عدت اكتب لحد ما تقوليه بس سافر امريكا وتونس والمغرب ولبنان والاردن وأوروبا ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا وكل ليلة دي وعنده خبرة كبيرة جدا في المنح بالذات عنده شركة اسمها بيحضر الناس للأيلس والطوفل وهيحضر ماجستير في الانفيرومنت الديفيلومنت صح؟ ديفيلومنت ستاديا ديفيلومنت ستاديا ايرث اه يعني حتى تي شيرت بتاعه تي شيرتي جميل جدا اهلا بيك عمور اهلا بيك يا عمي عمي ليه؟ على الحمد لله والله خير كويس جدا سيد الله اجمد نيس انا يعني انا بصراحة برد اشهد بذلك بس انا دايما بقول حاجة انا حاولت زاول المهنة بس المهنة زاولتني اوه نايس حلو حلو اه يعني معي ترخيص مزاولة مهنة وحاولت زاول البهنة بس المهنة هي اللي زاولتني فبس بننبه ان الناس اللي بعتلنا اسئلة بلاش اي اسئلة علاقة بالصيدال انا متوقف على ممارسة العمل الصيدالي بقى لي اكتر من ثلاث سنوات مدرية 2018 بس من ساعة متخرجش ثالث شهر او شهرين كده في صيدالية وبعدين يعني ماكملتش ماكملتش ليه والله الموضوع ليه سببين السبب الاولاني ان انا يعني كان بيحصل باعي معض المواقف الانسانية كانت فوق طاقة النفسية يعني مثلا مثلا حصل معي مواقف يعني ان فيه واحدة دخلت كان عندها ضغط وسكر وعايزة ادوية يعني معينة الادوية دي كانت بربعميد جنيه مثلا فاول مرة طبعا ماشي ان عملت ده بعدين تاني مرة طبعا ده حاجة فوق طاقة ان انا عمله يعني كل مرة وكده فكلمت الدكتور فبرضو يعني وافق مرة على معاحدة مرة تانية ففكرة انا مش ببيع مولتو انا مش شوية في ببيع مولتو فاهم مصدي او مش ببيع بيتزا مثلا مش في محل بيتزا فمسلا حد مثلا قال لي عايز ممكن يقولون حاجة طرف هي يعني فاهم مصدي او مش ببيع شوكليت مش مش في محل شوكولاتة او مش في حل ورد فاهم مصدي انا ببيع دواء فبالتالي انا مقدرتش مقدرتش تحمل طاقة النفسية ان حد يخوش باشعام معاي فلنقول ده كان بيحصل كتير جدا طبعا في منطقة سيمي شعبية يعني مش شعبية اوية وفي نفس اوية مش راك في النص بس هي لحد ما هي شعبية شوية فكان الموضوع صعب بالنسبة لي يعني صعبت فوق طاقة النفسية ان انا اتحمل حدها فالامر كان صعب بالنسبة لي على المستوى الطاقة النفسية انا اتحمل حاجة زي كده الحاجة التانية هي ان الشغل في الصيدليات يعني وكده كان فيه قدر من الروتين انا شخص بيفرق شوي فبحبت نطط وسافر واروح واجي اواضح يا باش اواضح اتا قلت له وسافرت كم ده وقال لي مش عارف مش عارف معدتش لما كتير بصص اووروبا بالنسبة لي يعني يعني روحت اووروبا اروح مسلا روحت ميلانو ده دي زي زي جابر كده اووروبا يا عم بالراحة علينا يا عم يا عم ماشي ماشي يعني انا احكيت لك لسه كنت خدت طيارة من كون يعني عشان بس عارف اللوها راح يتغدى في ايطاليا وجاي لأ والله يصدق فعلا يعني اوزولك الحاجة في ناس كتير ما تعرفش ان فيه طيارات من موتوربورج لعرف في اسكندرية واعتقد الناس اللي بتسافر يا فهم الكلمة انا بقوله يعني وكنا بتبقى رخيصة جدا يعني ممكن تكون مثلا بخمسين يورو مثلا باربعين يورو فيه طيارات بتبقى ب600 جنيه ب800 جنيه ب1000 جنيه مثلا والفيزا بتطلع اونلاين لا الفيزا بتاخدها اصدق التذكرت الطيارات بتبقى اونلاين لا الفيزا بتاخدها الفيزا على فكرة باي زاوي برضو نقطة مهمة جدا الفيزا شنجن الناس كتير ما تعرفوش يعني مش شرط تروح السفارة في القاهرة مثلا احنا لنا في اسكندرية هو فيه مكتبين فيه مكتب اسمه TLS مكتب اسمه VFS TLS ده ماسك بعض الدول يعني مثلا ماسك زي المانيا فرنسا طبعا مش فاكر التقسيمات الدول يعني وVFS ماسك ايطاليا والدنمارك وبعض الدول يعني تمام هما يعتبر زي مكتبين كده وكل مكتب ماسك بعض الدول تمام الفيزا القصيرة بتاعت شنجن انت بتروح تقدم الاوراق بس يعني مثلا انا كنت مسافر مثلا الدنمارك مثلا او مسافر مثلا ايطاليا مثلا فما روح مركز مثلا VFS بديله الاوراق المطلوبة مني وبسلمها له في المكتب وبياخد بصماتي لو انا اول مرة او كده او لو بقى لي فترة يعني بصمات بس بسلمه الورق اللي هو اللي هو مطلوب وخلاص كده يعني مش بحتاج لانا اعمل interview او كده لو حاجات طويلة يعني فالبيزا بتاعت شنجن بتطلح في حالي اسبوعين بس طبعا لازم يكون يعني ورقك متزبط انا طبعا اول مرة خدتها وكده خدتها تبع مؤسسات يعني اول مرة عشان برضو كنت صريح يعني انت بتخلي الحاجات يعني سهلة او يا عمر يعني لا لا يا عشان عشان نكون صادقين مع الناس اول مرة خدتها خدتها تبع مؤسسة يعني كان جاني جواب متحد اووروبي فروح تخدي فيزت ايطاليا بعدين خدت فيزت فرنسا بعدين خدت فيزت دنمارك بعدين خدت فيزت الماني يعني كل فيز خدتها بس الفكرة انا مثلا بقى احسن طبعا فيزت فرنسا يعني لان هي بتبديك ثلاث شهور مالتي انتري يعني تمام الدول الثانية بتبقى فيها مشكلة بس فلو حد هيزي روح اوروبا هيقدم على فيزت فرنسا دي اسهل حاجة من وجهة نظر يعني اسهل حاجة بيقدم الورق كله في TLS تمام ده مكتب هتلاقي ليه فرع في اسكندرية على معتقد وفيه فرع في القاهرة تمام فبتقدم الورق كله اوراقك بيشوفوها مظبوطة بيشوفو اوراقك كلها مظبوطة اشوفت السكر حلو ازاي بيشوفو اوراقك كلها مظبوطة تمام فبس بتاخد الفيزا يعني الموضوع مش مؤكدة انا عارف طبعا يعني ان في ناس كثيرا مش بتنطبق عليها الشروط يعني او كده لو هو اول مرة او باسبوره فاضي او كده فده انا حطه في الاعتبار يعني بس لو انت خدتها مرة التانية بتبقى أسهر التالية بتبقى أسهر يعني ممكن الصعوبة كلها بتاكمن في ايه المرات الأولى يعني لو عدت فالدنيا بتزبط معاك طيب احنا يعني ان شاء الله في المقام الأول احب بنتكلم أكتر عن المنح يعني الفيديو اللي فات انا كنت بس تعجلك لان ما كنتش حابب ان الفيديو طول بس هنا تقدر تقول ما طولش عليك قول طول والناس المهتمة اكتشفت الناس المهتمة بالمنح كتير جدا قطاع طويل يعني قطاع مش طويل بقى عريض من الشباب خاصلا ثانوي جامعة حتى تعليم صناعي كل الناس ديت مهتمة انها تستفيد من الفرص اللي هي ممكن فعلا فعلا تتقابل فيها وتطلع ومشاء الله يعني فيه كتير من الشباب عرفوا من خلالك منح في ماشاء الله يعني اجمل حاجة في عمره ان هو ما يقابل حد يسجل معه ويوثق معاه ان هو عرف من خلال عمر كذا وطلع منحة الحاجات المبهجة يعني المبهجة جدا يعني انك تساعد حد ان هو يحسن من جودة تعليم ومن جودة حياته عامة تانية نعم سمعناك قصص كتير يعني لسه الفيديو اللي كنت باعته لك يعني فيديو الشابين لسه كنت بصور معهم كانوا عارفونا بالفيديو بتاع العربية من زمان فيلوج فيلوج جديم جدا سبحان الله من 2017 تاني وسبحان الله يعني منهم حد راح ALA وحد راح ياس بروجرام وراح المنحة المجرية فما كانوش يسمعوا الصغيرين تانية سنة وثالتة سنة يعني زمان من عرب فلوس عشر ده معناهم ويتموانون مثلا منقول عدادة او تانية عدادة او تانية عدادة مساسات كبيرة جدا او دول حكومات ودول كبيرة جدا شايفة ان الاستثمار في البشر هو اكبر استثمار ليه؟ ان ان ممكن واحد يطلع يبقى زي مارك زوكربيرج ويعمل لنا حاجة زي فيسبوك ويجبون لقصف فلوس كتير مثال سيء جدا بغض النظر يعني اي مثال يعني ايلون ماسك ايلون ماسك حلو ماشي حلو ايلون ماسك فممكن حد يطلع زي ايلون ماسك بالضبط على فكرة ايلون ماسك يعني يعتبر مهاجر على فكرة أوah أوسكن ومجنوبoisريكيا سافرсь ودرس في كندا ثم يقدر انتقل للأمريكا فستها تجربة لطيفة جدا فمن قد يكون في جنوب لأفريكيا أو فيرواندا أو في مصر أو في تونس أو في الأردن يمكن أن يأخذ باكالوريوس أو ماجستير في أمريكا أو في كندا ثم يأخذ إ접 matrix. او PAYPAL أو أي شيء وها أيضا وذلك حماية احتمالته كبيرة جدا فهما يدور على هذا الشخص أو الشخص الذي سيصب أن يكون مركز مرموك في الحكومة بتاعته بتاعت بلده أو الشخص اللي هي من المؤسسة غير هادفة للربح ويعني يعمل يعني يساعد في الهدف المستدامة وهكذا في الفكرة ببساطة إن إحنا لو ما عملناش موضوع المنح ده كثير من الأشخاص اللي هم مستوى من المادي ضعيف وده مهم جدا نتكلم عن المقطة دي وحنبدأ نتكلم عنها يعني بأن أنا بحب أركز جدا عن الموضوع ده هنفتكدهم خلي خسارهم هنخسارهم كتير جدا يعني يعني أنا مسلا من منطقة شعبية منطقة عادية من أسرة متوسطة شخص عادي البروفيل ده شخص في مدرسة حكومية من أسرة متوسطة ممكن كمان أهلهم مش مقوم تعليم عالي أو فالبروفيل ده بالعادي ما عندهوش الظروف اللي هو ممكن تخليه يعني I'm not the person who are supposed to to take IELTS or TOEFL يعني مش ده الشخص اللي ممكن ياخد IELTS أو TOEFL أو انه يروح يدرس في جامعة في أمريكا أو يحضر برنامج في اليوان يعني مش البروفيل ده هو اللي ممكن كان لو ما كانش فيه مناح ما كنتش يعني عمري ما كنت حوصل لده لأن ده كان مستحيل لأهلي مستحيل أهلي أبداً يدفعوا لي كل البصريف دي يعني الترمي للعدد في أمريكا تكلف حوالي 15 ألف و 20 ألف دولار أنت متخيل ترم صيفي ترم صيفي في جامعة في أمريكا ده مش ترم عادي كمان عارفك الترم العادي بليوصة 30 و 40 ألف دولار ده عشان كان ترم صيفي يعني نصف مليون جنيه مسلا أنا كنت في بارد كالج بارد كالج غالية جدا يعني بارد كالج في نيويورك قضيت فيها ترم فكنت بأسأل الموش في الأكاديم هو الترم عندكم بكام قال لي ترمو 30 ألف دولار وانت عشان جايين ترمو صغير كابنك فقال لي انت عشان جايين بس ترمو صيفي كده عملين لكم ديسكاونت فهو الترمو أصلا بـ 30 ألف دولار أبار 20 ألف دولار أنا طبعا الترمو بيشمل زيارات لليو أن وزيارات لروحنا زي وزارة التعليم هناك يعني وكده وزورنا حاجات بتعمل تنمية بيئية طبعا شفنا مشروع فبتزور مؤسسات وكده طبعا مهتمة من موضوع البيئة ده بشكل كبير جدا يعني مهتمة بالأزمة المناخية والتغير المناخي وعندي اهتمام شديد بالأمر يعني وكده والناس المكافحين ضد البلاستيك وحد الاستخدام يعني أنا شخص اللي يعرفني عارف أن أنا عندي اهتمامات كثيرة بالأمر يعني فأنا مختم جدا بالكوكب وانبعثات تانيوكسيد الكربون والحاجات وغضر نظر تمام فأنا عمري ما كان هيبع عندي الفرصة زي دي أن أنا روح برنامج زي ده من غير منع البرنامج اللي أنا روحته في جبال القلب في فرنسا تكلفته كانت غالية يعني احنا روحنا عمنا في قرية على حدود السويسرية الفرنسية بجبال القلب عشرة أيام يعني في مكان فظيع يمكن أن أبعث لك فتكلفة البرنامج ده طيران وأكله وشورب تكلفة غالية فأنا مستحيل كان هيبع عندي الحاجة زي كده ولكن هما ليه عملوا كده ايوة استثمار هما بيأملوا أن أنا ممكن لما أرجع بلدي وأنا أعتقد أنه كنت استثمار جيد لهم يعني وكده بدأت تتكلم مثلا عن أهداف التنمية المستدامة بدأت تتكلم على قضايا البيئية بدأت عملت فبتمكن الناس أكتر للتعليم والتاني الناس دي لسه كنت بتكلم مع شخص اللي هو تفرج على الفيديو ده ده شاب جميل قوي من قرية من قصيوت بيدرس هندسة في الجامعة الأمريكية وفيما بالستارتوب فقالتول لأنه أنا أريد نسبة وإحنا الإنسباريتون فقالتول بقى أكلم أبو زيدنا أخبر منه نسبة هذا يغذر معي طبعا فهم ممكن يأخذوا نسبة على فكرة يعني لو هم سعى أدوه بكده يحطوا فأخذوا نسبة والموضوع اقتصادي بحتي يعني الناس دي بتستسمر فيك علشان تنشر ثقافة معينة ولو أنت بدون إعلانات للشركات أنت لما تتخرج من الجامعة الأمريكية وتخرج مثلاً لو المنحة اللي احنا نتكلم عليها مثلاً بتاتي ثانوي لو تسأنيها منحية. لو تخرجت من تجامعة الأمريكية بمنحة مثلاً. وهو فكر هشتغل. هشتغل في ايه؟. هنا في مصر. هشتغل في ايه. لو انا مثلاً في صيدالي مثلا. هفكر هشتغل في جي اس كي او سانوفي او فايزر او ليه. من دون اعلانات يعني. او هشتغل في بيبسي او كوك. هشتغل في حاجة او هشتغل في الحاجات او هشتغل في جوجل ابل بتفتح دلوقتي في مصر. يا مسهل. اه يا مسهل. فانا قصدي انا لما اقدم بالبروفايل ده بالتعليم الراكي ده هشتغل فين? هشتغل في الشركات دي انا في مصر صح? فخلينا نفكر في موضوع بشكل اقتصادي. هو نوع يتوسع وانا يعمل فروع اكتر ان ده بشوف امازون جاية مصر دلوقتي وكده. هو مسهل بيبقى عايز زعي الناس في اه هاي مانجيريال بوزيشنز مسلا. في وظائف ادارية علية مسلا. تمام? فهو لو جاب واحد امريكاني هيدي له كام? فلوس كتير. بالزبط. لك لو اشغالك انت. ايه يعني فلوس. ممكن ديك نص الفلوس. قليل. وانت تبقى كمان انت كمان هيبقى عندك دراية بالسوء المصري اكتر منه. شو. لاني عارف امن البلد بيبقى عنده دراية. وهتعرف تتعامل مع مع المناصب الادارية اللي هي القليلة احسن وافضل. بس عشان تكون مؤهل للمنصب الاداري ده. انت محتاج تكون عندك قدر من التعليم ايه? اللي هو تلقاه برضو الخواجة اللي هو كان هيجيبه. فهمت الفكرة? فدي فكرة المنح. هي فكرة المنح. طيب. عندي سؤال مهم. ده يعني صح والغلط او ده يعني هو ده العالم. فهمت مصري? ايش معنى انت? يعني الناس اللي بتطلع المنح دول بياخدهم عشان سواد عيونهم مثلا? ولا عشان ايه بالزبط? يعني لما لما تأكيد قدمت في المنح دي في مئات ربما الاف من الناس قدموا معك. شمعنى انت اللي اختاروك دولان على الناس دي كلها ان هما يطلعوك المنحة دي. بصوا في اربع معيير مهمين جدا. تمام? محتاجين ان احنا نكون بنفكر فيهم واحنا آآ بنقدم على المنح او هما اغلب الناس اللي انا عرفوا متقابلوا في منح كان عندهم يا اما اجزاء من المعيير دي يا اما كانوا عليين في الاربع معيير. حلو جدا. اول معيار وده معيار مهم جدا ولكن هو واحد من الاربع. تمام? بس هو معيار مهم. ايه الدرجات? انك تكون شوطر في المدرسة او شوطر في الكلية. ده معيار من الاربع معيير. تمام? فاول حاجة انا كنت شوطر. يعني انا جبت تسعة وتسين في المئة في سنة عامة. كم? تسعة وتسين? اه لأ عشان اكون صادق تمانية وتسين. وتسعة يا انا لنت حصل ظروفه كده وجدت تمانية وتسين تقريبا واحدة من عشر يعني كان تمانية وتسعين معszy. لكن عملت تظلم يعني وأعتقد الذي Ett koń Sah abusive كان. إشترنا بعد نسعة يعني تمانية وتسعين وكسور. نايف. لكن. كنت جاءت تسعى وتسعين في المئة ولا كنت considered? لا اه98 وتسعين ومعشور. ا Lum見て كم معيAI يعني بزودة واحد معاشرا من عندنا كنت. اه يعني تمانية وتسعين وشوية يعني اي بالضبط. انا فاكر في تانية كنت جاءت تسعة وتسعين وشوية تالتة تبانية وتسعين وشوية يعني. وهذا نظر على الكسور يعني. بس فبعث ان انا في الكلية في صيدلة. برغم ان انا برضو اتخرجت من غير صيدلة. بس كد اقتراتي دايما افرج جايد جدا. يا اول سنة جبت امتياز. بعدين ساعت كنت سنة جبت جايد. سنة جايد جدا. بس افرج جايد جدا. فبرضو جايد جدا يعني كويس تمام. فانا بقول للناس تكتهت في الدراسة. وانا بنقول للناس من اول تلتة عدادي. او ح المدرسة. هي المدرسة مش كل حاجة. ولسا نتكلم في التالة حاجات التانين. ولكن موضوع المذاكرة والحاجات دي. الناس اللي بتقلل منها. وبتستخف منها برضو. يعني التطرف في كل. ولا تهويل ولا تهويل. فاهم قصد ايه? يعني ولا نهوم من الدراسة ولا نهول منها. انا مع خير امور الوسط. فاهم قصد ايه? يعني الناس اللي بتهول السنوية العامة. لا ولا حاجة. لو انت شاطر بس في المدرسة من غير التالة التانين هنقول لهم ده. انت ولا قيمة لك. تمام? مع الصف ده. فانت لو جابت 99% معندك شتات حاجات تانين يعنونهم دولت. انت ولا حاجة. تمام? بس لو مش عندك استيلها هيبه في المشكلة. يعني اول جانب تكون تقديراتك كويسة. شاطر. تكون شاطر في المدرسة. سواء في المدرسة او في الكلية. ايه كانت المدرسة دي ايه? اه سكول يعني سواء سنوي او كلية لو هتخدم ماجستية. تمام. حاجة تانية ودي مهمة جدا الانجلش. اه ده يعني كيد. وده يعني مهمة جدا 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 جدا. انا طبعا احنا قلنا في الفيديو بالفاتة ان ا اول منحة انا خدتها كانت اكسس بروغرام. انا كنت في مدرسة حكومي ابتدائي وعددي وثانا. بس المنحة دي هي المنحة اللي غيرت حياتي. خدتها وانا في قول عدادي. تمام? قدمت عليها في قول عدادي دي كتلازم من مدرسة الحكومية يعني. فقدمت عليها وانا في قول عدادي ودرست المدة سنتين في اميديست. I studied for two years with American teachers. هم قدرت في مصريين مدرسين مصريين بس انا ايامي 2009 انا 2008-2009. فكان كل مدرسين امريكاء. I studied with American teachers. It opened doors for me. It opened doors for me. فهي فتحت لي ابواب كتير جدا. And it empowered me to apply for other programs. يعني. زبطيتني تماما يعني. الانجليش مش بس اتحسنه ولكن بنتكلم عن ال IELTS والTof. فمهم جدا انك تبدأ تحضر نفسك من دلوقتي لامتحانات ال IELTS. انت كنت تعمل فيديو جميل جدا عن ال IELTS. شفتوا فيه كل تقريبا التفاصيل والحاجات وكده. استعنتي بيك على فكرة. اه صح. شكرا جدا. فالفيديو لطيف. ياريت نبدأ نحضر نفسينا لل IELTS او TOEFL من دلوقتي. لان ده حاجة اساسية مش بس. ولازم تجيبهم درجات كويسة. برضو لو انت جابت 8.5 في ال IELTS والحاجات التانية سواء الاولانية والاثنين التانية اللي هقولهم ضيعين مش هتتقابل. يعني اه. يعني هي لازم كنت نتوازن. بس برضو لو جابت درجة واطية يعني. يعني 6.5 7 ده كويس. حلو. 7.5 واو. اكتر من كده. اتس اوكي لو الحاجات التانية كويس. هتبقى انت كده خرافية. ماشي. I scored 8 مرة. I scored 8.5 in the speaking test. فتعمم. والTOEFL I scored 113. جبت 113 في الطوفل. وده فكرة ده انا خدته في سنوية عامة. انا خدت الانتحانات دي في سنوية عامة. واخدت مع الساد كمان. اه اصدقى استطاعتني. فوانا كنت في سنوية عامة كنت في حاجة اسمي CCC. ده تبقى حاجة اسمي Education USA. وده مجادا. تمام. فده بيحضرك للتقديم على لانك تقدم على جمعات في امريكا. بس لازم تقدم فيه من الأولى السنوية. يعني تخلصت هلت عددي كده وتقدم فيه. عشان يعني لازم تقدم فيه وانت في أولى سنوية. او تانية سنوية يعني. بس أولى سنة. تمام. اسمه CCC. competitive college club. ده موجود يعني موجود انلاين كمان. فده النقطة التانية موضوع الانجليش. ومنتكلم عن وطوفل بشكل اساسي. الحاجة التالتة. وده حاجة مهمة جدا. تتفرج هناك درس انلاين. لا لا لا. والله مش بها. دي تطبيل دي بقى. لا لا. انت كده بتطبل او اشتغل. لا لا مش بها طب. بس انا قصدي ايه? انا قصدي قصدي. اوكي. هقول لك قصدي. انا مسلا جيت بصيت على المكتبة بتاعتك. هما يعني مهمة جدا انك تكون شخص عندك self learning خارج المحتوى الدراسي. او out of the curriculum. اصدي اصدي ايه? ده انا قصوده انك تكون شخص بتفرجة التالتة مثلا. ويكون ده بتاعتك. شخص بتصحى كده. تقرأ عن البيئة. وليه حصل الحرائق بتاعت غابات الامازون مثلا. فاهم مصدي ايه? ويكون ده النومة تحسين ان مثلا كله. مش هقول لك كل يوم كله اصباب بتشوف ايه اخر الاخبار اللي حصل في العالم. اه. 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 مثلا ليه البورسان هارت مش عارف ايه او ليه البيئة حصل مثلا حريق في غابة اكذا. مين كسف انتخابات الامريكية. مش تازين تكون يعني عارف بس عارف الحاجات العريضة على اقل. فاهم مصدي. اه. سمعت اهم مع عشرة تيت توك مسلا. عارف مين سايمون سينيك. عارفش عارف مين اه ماذا. عارف الاسماء الفهم ان. اه. اريت ما عارف ان مسلا في حاجة اسمها نيويورك تايمز واشنطن بوست. اه. الجورديان وول ستريت جورنل. فاينانشل تايمز. سمعت الحاجات مش هولك بتقراهم. يعني. فاهم? عارف شوية حاجات. عندك قدر من الثقافة. في السيلف هيلب مسلا. اريت كم كتاب من اللي هم بتاع ستيفن اركوفي. يعني. فاهم اصدقية والحاجات بتايميل كارينج. والحاجات انت كنت بتكلم عنها مثلا. الفيديوات بتكلم عنها مثلا. اه. اه. كورسي بتاع كورسيرا. عارف الناس بتبقى ايه? ياه في الحاجات دي كده شوية. بتاع كورسيرا بعتولي ايميل على فكرة. رجد الله. اه. قالوا لي. تلخيصك للبتاع رائع. الله يخليه. انا شفت الدورة كذا مرة. وشفت التلخيص بتاعك. لا رائع فعلا. الله يكرمك يا باشا الله. والكورس ده ننصح باي حد بقى. ليرن هاو تليرن جماعة يعني. وتبع تفرجوا على الملخص. وتفرجوا على. اه يعني انا. انا وراجح الاتنين جدا. الاتنين. هي. الملخص هيساعدك تتشجع تتفرج على الكورس ذات نفسه. ده دكتورة باربرا. اوكلي. باربرا. باربرا اوكلي. اه. لطيفة خالص. لطيفة خالص. حاجة باربرا دلوقتي بقى. الحاجة الرابعة باشا. الحاجة الرابعة بقى. كل ل ANY احضرناناهم دلات جود فور يو. انك تكون جائب درجات عالية. معاش. ده جود فور يو شاطر شطور ان جائب درجات عالية. ماشا. انك تكون انجليش بتاعى كويس. وعندك سكورز عالية. في الايدس والطوفل والسعدتك. جود فور يو. سكورز عالية دي. اوكي. جود. انك تكون بتحضر كورصات انلاين. وبتقرأ كتب. ومثقف. ومش عارف اي هو. جود فور يو. حاجة الرابعة والأهم. يا راجل. جدا. اللي في الجول واللي مهمة بالنسبة لهم للغاية which is leadership and community contribution. آه صح صح. عملت ايه لمجتمعك؟ فاك لو كنا نتكلم knowledge and action انت الراجل مذاكر الكتب وحافظها وجاب درجاتها عليه. وامتحانات جاب درجاتها تانية اللي هي بتكملية يعني وجاب درجاتها عليه. وبتقرأ كتب ومثقف عملت ايه لمجتمعك؟ أثرت في المجتمع ازاي؟ في اتكام واحد. تمام؟ عايز اقول لك ان الناس بيقدم مثلا في UWC ولا في African leadership academy. طلبوا في تانية سنة وكيه بيطلبوا منهم 14 مقال منهم اسئلة كتير قوي عن ال SDGs وانت عملت ايه اكتر موقف ال SDG ده باشا ماشا. Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals. دي في 2015 اجتمع كل قادة العالم كل رأسية العالم يعني وكده في الأمم المتحدة وحطوا السبعتاشر هدف لابد من تحققهم بحلول 20-30. حتى لو خدت بالك رؤية مصر 20-30 ورؤية السعودية 20-30 خدت بالك بالحاجة دي وكده. في موقع لمصر اسمه SDG 2030 او Egypt 2030 حاجة كده ايه. فمصر هو 17 هدف عالمي وكل دولة بتحدد إذا تطبقوا بشكل محلي. فمسلا أول هدف هو لا للفكر. الحاجات الثانية زيرو هانجر. إزاي نعالج الجوة. من خلال مثلا الورلد فود بروغرام بتاع الأمم المتحدة. الطعام والحاجات دي وكده. فيه مثلا التعليم جيد. فيه أهداف كتير بقى خاصة بالبيئة. أهداف خاصة بالحياة البحرية. حاجات خاصة بالحياة البرية. الحياة البرية. ناشنال الديوغرافيك في نفسك شوية. بس بص موضوع البيئة ده من أهم الحاجات فيها موضوعين شايفت نازم ناسكو عندها اهتمام بيهم الاقتصاد والبيئة. لازم الناس كلها مخصوصا في موضوع الأزمة المناخية اللي احنا فيها الحالية وكده. هي لها أثر على كل حاجة. على الوظائف على التعليم. فخدت بالك إن كل الشركات دلوقتي بقت إيكو فريندلي. اه بيحاولوا فعلا وحتى مايكروسوفت آخر حاجة شفتاك بتحاولناها تغمروا السيرفرز بتاعتها بحيث إنه يبقى ووتر كولينج فيوفروا شوية في الكهرباء. ابل منعت الشاحن عشان قد النظر يعني. بقى يعني بص بغض النظر اللي هما بيعملوا جرين واش هنبلعها هنبلعها يعني. اه بغض النظر قصدي هما بيمثلوا ولا بيتكلموا بجد بس أنا قصدي في الآخر النصر هما بيمثلوا وبيتكلموا بجد ده الترند العالمي اللي كل الناس بتتكلم عليه يعني. هنا في مصر يمكن الناس كتير واش مختلف بها. طيب يا صاحبي ما عليش برضو عشان بس النقطة الرابعة دي مهمة جدا. معنا بحكلمك في النقطة الرابعة دي اللي هو طيب هعمل ده ازاي? اه يعني أو انت عملت ايه مثلا يعني أنا بحب التمثيل جدا أو مثال وقعي خلوهم يقولوا لا ده عمر ده جدع جدا وعمل مشاركة مجتمعية كويسة فهاتوا ايه? هاتوا عمر. بص انت السؤال ده مهم قوي انا سعيد انك سألت السؤال ده الله يكرمك بص يا صديق في عدة مستويات انك يكون لك اثر مجتمعي من اول اول حاجة اللي هنبدأ بال العمل الخيري رسالة وصدناء الحياة والجامعية الشرعية والأرمان فعلا انك حسكر امثلة مختلفة عشان من كل الجهات يعني عندنا رسالة طبعا الاجبر صنع الحياة الجامعية الشرعية اعطاكم موجودة في كل المحافظات مصر الخير الأرمان مرسال جامعية مرسال من الجامعات برضو الرائجة دلوقتي وكده فدولة جامعيات خيرية مشهورة في مصر يعني تمام فأنا مثلا كنت بعمل حاجة عملتها لمدة مثلا حوالي سبع او تمن سنين من حياتي كنت كل عيد كبير تمام بشتغل مع جامعية الشرعية في مشروع كنا بنلم جلود الأضوحي انا ده حاجة فخور جدا بيها كنت انا متطوع مثلا معهم ده كمعا هو ليه شك بيئي عشان الحاجات دي بتلوس البيئة كنا بنعمل ريسايكلينج كنا بنلم الجلود دي وبكامل بنعملها بالملح وكده كنا كده كده اصلا هو حرام اصلا ان حد يعني يبيع الجلد بتلقى طحية بتاعته فدي حاجة في الدين يعني وكده بس هي فده شيء شيء جزء ديني تمام الجزء التاني هو ان لو رماها هتعمل ريحة مش كويسة في الشوارع والحاجات دي وكده فانا كنا بنلمها كنا بنملحها وكده وكنا بقى بنباها للتجار بيعملوا صناعات صغيرة منهم ستات كانوا بيعملوا صناعات صغيرة من جلود الأضوحي والفلوس دي اتبنى بيها المستشفى بتاعة الحضانات اللي في العجم ما شاء الله عارفك المستشفى بتاعة الحضانات دي فيها حضانات أكتر من مستشفى الشطبي فانتعرف ان في أطفال كتير قوي بيتولدوا مش بيلاقوا حضانات او كد فانا شاركت في المشروع ده لمدة مثلا 8 او 9 سن فمسلا كنت بحكي البداية انا كل عيد أطحى ما كنتش بقضي عاجب بس أسأل السؤال المهم هل المشاركة المجتمعية دي اللي انت كتبتها في يسا فمسلا كان راجل مزهول ان انا ما احتفلتش بالعيد لمدة 8 سنين هو كان مسلم اللي بيراجع هو كان مدرك ان دي فترة عيد وانت سبت مثلا أهلك وسبت صحابك وروحت ايه في الناس في العيد بتتفسح اه 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 انا كنت بقضي الاربع تيام بتوعيد الناس دول بيشوفوا حاجات احنا ما نشوفهاش خالق اه بالضبع فانا كنت بقضي الاربع تيام بتوعيد ده احنا كان في مسجد فاطمة الزراء فكنت دايما مع الشباب يعني وكده اه اربع تيام بنلم الجرود وبنحط الملح عليها وكده انا طبعا مكتنع جدا من الموضوع زي بقولك البيئة والحفاظ على البيئة والحاجات دي وكده فهي مشكلة انا كنت شفت مشكلة الحاجات دي لو ترامد هتعمل ريحة وحشة جدا وكمان هيبقى هادر للبيئة يعني دي وكده فاحنا طبعا احنا كان فيه جزء جزء احنا بنحافظ على البيئة بنعمل بنمكن السيدات او اصحاب الحرف الصغيرة تمكين اقتصادي وكمان الفلوس عملنا بيها مستشفى فاهم قصد دي فاهم الفكرة حلوة قوي حلوة قوي كذا نحي العيد الصغير بقى كنت بقى متطوع مع مبادرات اللي هي بتحارب التحرش وكده اللي هو امسك متحرش والحاجات دي وكده كنت بتعمل ايه والله احنا كنا يعني انا في العيد كنا بنرصد الحالات اللي بتحصل تعرف كان فيه تحرش حول السليمات مثلا او الحالات دي او كده كنت بتلبسه مثلا تشوفت عليها ممنوع تحرش ممنوع تحرش والحاجات دي بيخوف الشباب الصغيرين وكده وكنا بنوعي بقى الناس الشباب الصغير وكده ان هو يعني ما يتحرشش بالبنات وان هو عاش عاش فبرضو كتبت ان انا حوالي برضو ستة او سبعة سنين ادي الصغير كنت يعني او ممكن اربعة او خمس سنين مسلا كنتش بحتها في البلاد الصغير كنت بنزل ان انا اعمل عاش والله يا عمور برافو جدا فيه بقى حاجات كتير اوي كنت بعملها يعني مسلا اشتركت في حاجات خاصة ب كوميونيتي جاردنينج كنا بننزل نزرق اشجار او كده جميل جميل انت جميل يا عمور ده مثلا ده خاص بالعمل الخيري ده يعني خاص بالعمل طبعا بقى في حاجات تانية خيرية كتير بس يعني لو حابين نعمل تلخيص سريع اول حاجة تكون العمل خير لا اول حاجة اه لا اكلم بس على الجزء بتاعت ده لسه ده لسه حاجات تانية يا راجل ده لا اقول يا صاحب فده كده اول حاجة موضوع العمل الخيري ده جزء من الكميونيتي كونتروبيوشن حاجات بقى التانية كان فيه مستويات خاصة بالانشطة الطلابية فانا دايما كنت في الفصل امين الفصلة مثلا وامين المدرسة وامين البتاع ورئيس اتحاد الطلبة وكنت في تحاد طلاب يعني اللي هو بتاع اتحاد طلاب بتاع الجامعة كنت امين اللجنة الثقافية العليا بتحاد طلاب جامعة اسكندرية بتحاد اللجنة الثقافية والاعلامية فكنت مسؤول عن كل الانشطة الثقافية في جامعة اسكندرية كلها فكنت بخش انت خلت بعد حد الطلبة وكده عايش فده برضو كانت بالحاجات اللطيفة جدا كنت رئيس أصلة طلبية اسمها أسرة الصفوة دي تمع مكتب اسكندرية اشتغلت سنتين مع المكتب اسكندرية كان برضو مركز الدراسات البيئية هو اللي كان أنشاء الأسرة دي اسمها أسرة الصفوة في جامعة اسكندرية واحد من جامعة اسكندرية هيبقى عارف يعني الأسرة دي موجودة في كل كليات جامعة اسكندرية عظيم وهي أسرة لطيفة جدا يعني أنها بتشتغل مع مكتب اسكندرية فأنا كنت في وحدة المتطويمة لتمكتب اسكندرية أيضا برلمانات الشباب كنت باسك رئيس برلمان حي شرق وأنا دايما بحب البرلمان كنت بعمل أنشط طوية في مركز شباب عدينا في المنطقة كنت بجيب الشباب وبديهم ورش عامر في الصفوة سكيلز وكذا شاركت أنا رئيس البرلمان بقى وكان برلمان التلاقع والحاجات دي وكذا فأنا كنت مهتم جدا برلمان التلاقع برلمان الشباب والحاجات دي وكذا أيضا نمازج المحاكاة فيه جزء مهم جدا الناس بتخفر عنه أيامي يعني وكذا كنت بحب دايما نشتري في كل النمازج المحاكاة فيه نمازج محاكاة الأمم المتحدة ده موجود عنه أنا في اسكندرية كان تابع المكتبة نمازج محاكاة اتحاد أوروبي ده طبعا من أعز الحاجات إلى قلبي أم اي او عايز أقولك أن أنا مسلا في ام اي او ده ناس تبقى البرلمان الأوروبي ناس تكون مثلا البنك لو قد تفصلت جارة مثلا فيديك البنك الأوروبي وهكذا آخر حاجة كلم كبير قوي آخر مرحلة مثلا أقولك كنا بنقعد مؤتمر من تسعة صبح لتسعة بالليل بنكلم إنجليزي تلات أيام واربعات من تسعة الصبح لتسعة بالليل مؤتمر أنا بقى بس اللي أنا عضو في البرلمان الأوروبي وهندخل الكوات بقى مش عارف ده مكتبة اسكندرية بتعميل حرد الغزيل الله حسن هندخل الكوات متحلفة مش عارف إيه وهنا عين الحرب مش عارف على إيه وبنخبط وحاجة اسمها مودريتة كوكس وان مودريتة كوكس وحد بيام المودريشن وبعدين منروحنا من التفاوضات مع الأحزاب التانية وبنشد عليهم وبقى مايكات زي دي كده في مكتبات اسكندرية بصراحة من مكتبات الجميلة جدا أنا بتوفر فورس كتير يعني فبنزعها مش عارف إيه كان فيه مشروع تاني اسمه تبع جامعة اسكندرية برضو في الجامعة بتاعتي جامعة اسكندرية اسمه مشروع دبلوماسي مصري كنا بنأهل الناس لوزارة الخارجية المصرية فأنا كنت أعود لجنة أكاديمية فيه كنت أبدي محاضرات فيه عمري لا أسأل أنا تخضيت يعني أسأل أنا دلوقتي بكلمك بعقلية حد مثلا مهتمة بالحاجات حالة المفروض عن كل الحاجات لا لا أنا بدي بس أمثلة لحاجات ممكن للناس تعملها لها أثر مهتمة طبعا كنت في مويك فترة من الفترات أعزون كنت في عدة مشاريع كتير منها طبعا مشروع الأساسم كاليفورنيا اكتيفيت كلاب أنا أسست مشروع في 2014 اسمه كاليفورنيا اكتيفيت كلاب ده انجليش كونبرسيشن كلاب احنا بقلنا دلوقتي سبع سنين شغالين موجودين في كل المحافظات بس أنا كنت بضرب الناس إن هما إزاي كنوا فاسيليتيتر لنوادي لغة انجليزية لأنك كنت عايزة التجربتي مع الاكسس وكده كنت بشوف مشكلة إن الناس في كونية صيدلة وكوريت هندسة مرفيش كلمة إنجليزية فده كان أزمة بالنسبة لي خرجنا الحمد لله أكتر من خمس تلاف شخص يعني خلال السن يعني مثلا السنة فاتت كان حوالي ألف وتلتبيت شخص حضروا معنا ورش وكده ده مثلا مشروع في مشاريع بقى تانية كتير ده كده جزء الخاص بالحاجات في بقى مشاريع كنت بطوع مع المشاريع اللي تابع المراكز الأجنبية في مصر وليكن مثلا المركز الدنماركي عندهم مشروع اسمه صفراء الحوار تمام؟ أنا بقى ليه سبع سيئم الطامعة تمام؟ من 2014 بتعرف الحاجات دي زي عندهم صفحة يعني كل مركز كل صفارة عندها مركز بيعمل أنشطة ثقافية مثلا صفارة الأمريكية مثلا كان عندها الأمريكا كورنر وعندها المكتب تتعلم ترى أنه ممكن تروح الصفارة الأمريكية وتستعير كتب ببلاش وتعطي على النت هناك ببلاش فيه مكتبة بتصفارة الأمريكية دي مفتوحة للجميع ماسك دي متعرفش المعلومات دي يا عم خاف يا عم ليه؟ مش عارب سيئ لا ده مفتوح يعني في التحرير الناس بتروح بتروح در مكتب تروح تستعير كتب وتستعير حاجات وفيه اللي هو وسائط المتعددة بيعملوا حاجات وبيعملوا أنشطة ثقافية طبعا ده كان قبل الكورونا يعني شارع بدوقتي الموضوعين كمان Education USA تابع اسفارة الأمريكية بيعمل برضو عمل حاجة اسمها خمس خطوات بيعملوا خمس خمس ستشن كل شهر تروح تعدر كل شهر يعني لو أنت دي دي ممكن تكون مفيدة ليك لو أنت حابب تقدم في منحة في أمريكا اسمها Education USA Education USA ببلاش كل أنشطهم ببلاش ويزا أقول لك الحاجة دخلت على الصفحة بتاعتهم مبعد كورونا وكله على زوم فكل المحتوى بتاعتهم مسجل تقدر تخش حتى تتفرج عليه وانت في البيت وانت في البيت تتفرج بصراحة بتعزز عندي نقطة اللي بيدور عايز أقول لك على سلايت شير كمان حاطين كل البوروينت مايجانة بخش تلاقي سلايت شير سلايت شير اللي بيعليه كل البوروينت فحاطين كل البوروينت مايجانة كمان كل الحاجات اللي بيولبف كي إذا تكتب person statement إذا تقدم على الجامعة إذا تعمل على admission office الفرقة بين الطفل والجير ريو كل الحاجات دي كل المعاملات دي موجودة متاحة على الصفحة بتاعتهم على فيسبوك ومتاحة على سلايت شير بريتش كانسل عنده مشروع اسمه active citizen تمام ده أنا وصلت معهم لحد الزيارة الدولية ولو أنت عندك مشروع بيساعدوك وبيوفو لك mentor وبيشتغل مع وزارة الشباب المصرية كنا حضرنا كامف في الفيوم اللي هو المدينة الشبابية والحاجات دي وكده فيه برنامج اسمه خطوة ده تبع مركز الماني وده بيتعامل مع الجامعة الأمريكية مركز مركز جيرهارت الجامعة الأمريكية بتعمل بروجرامز كتير ففيه طبعا المعهد السويدي يعني فيه كل بريتش كانسل طبعا بيعمل برامج تانية خاصة بالمناظرات يعني قصدي أن كل المراكز دي عمدها برامج مجانا تطوعية وبرامج تقدر تنكتشاف حضرت حاجة تبع الاتحاد الأوروبي لسه في كرة الحاجة دلوقتي لسه كنتش على الاتحاد الأوروبي لسه كتت الإخراج كتت دورة ثلاثة أيام أو خمسة أيام في بيت السناري في بيت السناري برافو حاجة ممتازة بصراحة فلو حبين نحبين نريكاب أو نلخص أنت دلوقتي لازم تكون شاطر يعني دي ده مؤشر كويس قد للتطاع آآ تاني حاجة لازم يكون مع الانجليز كويس يعني 85% الفكرة ده كويس بنزغله 85% ده كويس حلو بس فوق الـ 85% ماشي الانجليزي بتحقيق يكون كويس لازم تكون رجل بتتعلم دوما عندك وعي عندك ثقافة كورسيرا اد اكس يعني خد لك لفة في الحاجات دي كده رابح حاجة لازم يكون عندك مشاركة مجتمعية يعني في الحاجات بقى اللي عملنا ذكرناها دي كونه اشترك في أنشطها الطلابية اشترك في أي نشاط مجتمعي والله يا عم أنا قمت بحملة ودهانت العمدان اللي في قارتنا بزر ابعطلهم صور اذكر الكلام ده اي حاجة عملتها للمجتمع لازم تذكر يعني ممتاز جدا مش شارطة تكون عملت كل حاجات أنا بحب المجتمع جدا أنا ممكن أكون مفرد شوية في الموضوع بس أنا فعلا عندي شغف جدا بالمجتمع وبالتمكين أنا عشان كده كنت بقول لك أنا حسيت أن أنا غمرتني بك هذا مش لازم تعمل كل حاجات دي أصلا يعني يعني تقدر تقول بمثل ايه اللي هو ايه اللي يوصلني من غير ما يكون يعني عارف كتير علي بس أنا مش عايز الناس تعمل كلها شهر منها عايز الناس تعمل كلها شهر منها أنا بتحب المجتمعها بتحب الناس اللي حاولي تفيدهم يعني يا دو دا فيه يا أعمال لا الله يبيده الله يفعل اللي بيتمع تجميل يا عمور والله تجميل نتمنى ذلك نتمنى ذلك إحنا يعني هنعمله عشان المنحة المرة طيب و لما نرجع للمنحة سيدة بقى نعمله تاني ما ده مهم ترجع طبعا لازم ترجع طيب بجانب الحاجات دي أظن بيبقى فيه مصطلبات زي الخطاب النية والبريسنال ستيتمنت والريكمنديشن لتر وشوية حاجات كده أنا لما حضرت معاك في اسكندرية مرة سيشن بتديها للناس عشان يكتبوا الحاجات دي لأ لقيت إن فيه تركات وفيه حاجات الشخص العادي ممكن ما ياخدش باله منها فهل فيه مكان معين ممكن الناس يروحوا له عشان يتعلموا الكلام ده يجو لك مثلا أو أيا في قناة اليوتيوب يعني أنت عندك فيديوهات مغطية الموضوع ده بالضبط أنا عملت 71 فيديو ما شاء الله ممتاز بعد وعد اللي وعدته لك يعني الحلقة الأخيرة كانوا 20 فيديو ما شاء الله زاد 51 فيديو يعني في آخر سنة عملت 51 فيديو رائع يعني أنا لما كنت بعمل معك الحلقة اللي خادت أنت بصراحة شجعتين جدا على موضوع اليوتيوب ده الحمد لله فأنا كان عندي 20 فيديو على القناة تبقى قناة عمري يعني بكل تأكيد فأنا عمل فيديوهات وإن شاء الله بعد الناس إن أنا حاول أعمل فيديوهات قدر الاستطاع على الحاجات فيه ناس تانية برضه أنصح بيهم فيه صديق اسمه لي اسمه عمر العتر ما شاء الله عمل عنده قناة صغيرة جدا بس فيها محتوى قايم جدا فيه القناة يعني بتاع علماء مصر دكتور رمزي طبعا يعني انت تستضيفه كده كده يعني إن شاء الله الحاجات اللي شبه كده بصراحة بيها فيها محتوى على اليوتيوب فظيع طيب أنا دلوقتي المنح دي من أول إيه يعني مثلا هل من أول إعدادي ولا ثانوي ولا كلية تجاري أو مش ثانوي عام طيب أنا ثانوي أزهري هل ليه حاجة يعني هل المنح متاح لكل الناس دي ولا الفئة معنا بس أنا هعمل معاك تايم لاين يلا بينا يعني ناخد كده تايم لاين من أول إعدادي مثلا من أول ستة ابتدائي فيه منح من ستة ابتدائي لا مش من ستة ابتدائي بس أنا أصدي إن أنا من ستة ابتدائي لازم أكون قوير بموضوع أكسس لو حد يتابعنا وقف ابتدائي آه فدايب واللطيف أنا مثلا من ستة ابتدائي ستة ابتدائي منحة أكسس تمام فاسمعت عنها دي داخلية في مصر هنا آه تبحل في مصر وفي دول كلها ولا في مصر بس في دول كلها دي موجودة في مغرب تمام أنا سفرت الأردن بقى وقلت الناس كلهم بقى تقول لي في سافر أردن كتير ليه موجودة في المغرب موجودة في الجزائر موجودة في تونس موجودة في ليبيا على ما أعتقد موجودة في الكويت موجودة في الأردن أردن طبعا موجودة فيها حاجات كتير موجودة في فلسطين في الضفة الغربية موجودة في غزة عظيم في غزة كمان بيقضوا عدد كم يعني بيقضوا في غزة موجودة في الضفة الغربية موجودة في العراق همان موجودة في اللهم ما زكرني لبنان موجودة في لبنان أكيد بقى الدول فيها حرب ممكن يعني يعني سوريا مش عارف بقى فيها بس موجودة في الأردن وفلسطين والليبنان الشام وموجودة في العراق وموجودة في الكويت الخليج تائباً وحيدة فيها المنحة وموجودة في كل دولة فيها أميديست تقريباً فالمنحة موجودة في كل دول العربية إيه أميديست؟ أميديست هي مؤسسة الأمريكية للعلوم والثقافة زي البريتش كونسل كده بس حتة الأمريكان أوكي طوضح بس للنسي أميديست مؤسسة تعليمية بتدي كورسات إنجليز هي البريتش كونسل بس عندها أداف تانية تدموية أوكي فهير بطئب منحة الأكسس هي والجامعة الأمريكية فأي مكان فيه جامعة أمريكية أو فيه أميديست أكيد فيه جامعة أمريكية يعني أي مكان فيه أميديست أو فيه جامعة أمريكية هو يكون فيه أكسس إن شاء الله حال أنا لما روحت للأردن قبلت الناس من كل الدولين قابلتهم من المغرب من تونس من الجزائر من الأردن من اللبنان من العراق ومن كل الدول يعني تمام؟ فنوانا في ستة داي أبدأ أفكر في الأكسس ليه من 13 سنة فأبدأ أفكر في الأكسس تمام؟ دي الخطوة الأولية خصوانا كنت مدرسة حكومية وتعليم كوكو كده ضعيف حلوة كوكو ضعيف آه يعني أنا فاكر مدرسة اللي كنت فيها في ابتدائي كانت مدرسة صعبة خالص يعني مدرسة ما أتعلنش فيها حاجة كل أنا هذا الرجل والله آه يعني مدرسة كانت ضعيفة للغاية ذكريات مؤلمة فمش عايزة أجيب سيرة المدرسة فاكر المدرسة اللي حكيت يعني مش عارف ما قولها دي ولا اقول يا باجة اقول يعني أنا في خمسة تدائي جبت زيرو في متحان من المتحات متحان الإنجليزي متحان الإنجليزي تكسبش آه لا ده أنا أقولت قبل كده فأنا جبت زيرو في المتحان بتاع الإنجليزي وفاكر اليوم ده المدرسة يعني ضربتني كذا عصائي يعني وكده يعني قالت على ظهري أن أنا فاشي يعني السفر وعمت لي يعني كان كتبت لك على ظهرك أنه أنت فاشل آه يعني عادت لي كده الورثة اللي متحانة على ظهري كده وانا أدخل من الفص كده لزي تالي واتصل بوالدتي على رقم الأرض يعني اتصل بوالدتي ساعتها وقايت لها يعني ابنك ده رفع لي الضغط وابنك ده فاشل وابنك ده مالوش لازمة وابنك ده فاهم وفكر أنه دي كان بتعيط في اليوم ده اليوم ده كان من أصعب الأيام في حياتي من أصعب أصعب يوم في حياتي لأن أنا يعني والدي والدتي كان أنا أني كنت شاطر في حاجات تانية بس يعني الإنجليز ده كان مسبب لي أزمين طبعا هي اعتلي بتعلي تف على وشي سار أنا فكر الجملة بتعلي تف على وشي لو تعلمت الإنجليزي يعني هي لسه عايشة ما عرفش بصراحة نروح لأحنا اللي اتنين بس يعني الراجل بيعلم النازل لوقتي التحضير والطوفو ف ف ولست دي مهمة جدا يعني طبعا أنا يعني ما كنتش بغشي في الامتحانات والطلبة التانية كانوا بيغشوا من بعض طبعا الراجل عندك مبادئ أنا عملي الحمد المغشيات في الامتحان يعني ودي حاجة مهمة جدا ففي الطلبة كانوا بيغشوا من بعض أنا كنت بحبي شغير مكنش بفهم منها حاجة برضو يعني ما كنت تفت صغيرة أنت عامل إيه طيبا؟ المشكلة فيك أنت يا حاجة أيها بالزبط والله أنا فعلا كنتش بفهم منها حاجة لما رحت المدرس تاني بقى وبعدين كان فيه مدرسة طبعا ميس نور علي تذكرها بالخير اللي كلمتك عنها يعني وكده يعني دي حد كان عظيم جدا يعني نذكر الناس باسمها بالك يا أخي يا أخي كل واحد فينا يعني ربطكم أنا نفسي وصلها ولا يربطكم بتشوفوا الفيديو قبل انتصار كنت كانت شغالة في مدرسة جمال نصار يعني ربنا يباركلك بجد أنا نفسي أقبلك وأبوس إيدك وأبوس راسك والله العظيم يعني أبل انتصار يعرف دايما كده في كل مرحلة في نموذج للجود تيتشر وفي نموذج للباد تيتشر ونموذج كتير للباد تيتشر فالأبل انتصار ما شاء الله كانت كانت عندها وعي وعندها فكر تقدمي جامد جدا حتى في النصح يعني أنا مثلا أنا أظن أنا صغير كان عندي مشكلة في عين كنت بكتب يعني السطر بالنسبة لي كان خمس كلمات كنت بكبر خطي جدا فتخيل تقول لي إيه كلام ده زمان جدا قبل سنة 2000 بتقول لي ما شاء الله يا أحمد انت خطك جميل جدا بس انت عارف لو تمرنت شوية وصغرت خطك هيبقى رائع لهو أنا 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 حابة أحبك اللو أنت يعني عارف اللو إيه داك السندويتش اللو أشكر فيك داك النصيح أشكر فيك فأنا متقبل جدا تخيل أي أي مدرس تاني في الموقف بتاتي إيه يا جحش انت انت بتكتب رجل حمار ولا أعرف لو إيه هذا الأسلوب الفج الغليس خليني انت حمستني نحكي حاجة في غاية الأهمل أقول يا صاحبي يعني لو هنوجه رسالة أنا في حاجة في يعني الثلاث حاجات الممتنة لهم في حياتي طبعا بعض فضل براس وحي تعالى وبعض أهلي يعني والدي ووالدتي وأختي بس فيه ثلاث حاجات مهمة جدا بالنسبة لي يعني ميس نورة علي وشيخ الشيخ عمد إبراهيم ووزارة الخارجية الأمريكية فأقول لا وزارة الخارجية الأمريكية احنا كده كده اتكلمنا عنهم يعني بس أنا أتكلم على جسوس قول قول فميس نورة علي بصراحة يعني ميس نورة هي من المنصورة وكتا عايشة في سكندرية وكده يعني بجد من ألطف وأكرم وأجدع وأنبى للناس اللي قبلتهم في حياتي بلقت تخلني بقى واحدة واحدة هي وكانت مدرسة مكتبة تمام كاب بتعلمني واحدة واحدة جدا شرحت لي الجرامر كله بالراحة كاب بتديني ثقة في نفسي رهيبة جدا إن أنا هتعلم الناس جميل وفاكر برضو أنت أنا كنت بحفظ قرآن وأنا صغير مع شيخ وكده وبرضو ضربني وقال لي أنت عمرك ما هتحفظ حاجة في حياتك أنت التجويد عندك والمخارج رايحة في ستين دهية تمام وضربني برضو كده بساعتها والله كنت هش أخص المسجد التاني الشيخ عمال أبراهيم لما عرفتوا يعني كده بدأ يعلم التجويد بالراحة وعملت تحدي معي حفظت معي من صورة البكرة لصورة يوسف في سنة كانت تحدي جزء في شهر يعني كانت تحدي أن أنا أحفظ جزء في شهر طبعا أنا أشكره يعني جدا وكان كلما خلص صورة يجيب لي قلبة بسكوت تمام أنا حفظت معي طبعا من ياسين لغافر كان يجيب لي قلبة بسكوت والصورة الكبيرة كان بيبقى فيه 100 جنيه تمام ما شاء الله فأنا بصراحة وإن بسريه بصراحة وجام لي حاجات كتير يعني فأنا بشكور جدا بصراحة وكان يعني غير الهدايا التحفيز النفسي والكتب اللي كان بيجيبها والحاجات دي وكده كان بفرقة معي بصراحة يعني فأنا بكلم فعلا المدرس أو المعلم أو المربي أو كل الحاجات دي دوره مهم قوي للطفل الصهير صحيح صحيح خلينا نكمل فده لحظة المتنام لكل حد واشكر كل المدرسين اللي ساعدونا والله اللي مفيش مجال اللي يذكروهم في المراحل المختلفة يعني بنيعمل في النهاية كده كريديت مثلا بأسماية صراحة ممتنة الناس كتير جدا رجوعا يا باشد هتفضل بس فده أول حاجة بعدين بعد ما تفكر في نفكر في ياس بروغرام ياس بروغرام ياس بروغرام ده برنامج بتروحه لمدة سنة في أمريكا بتدرس هاي سكول لمدة سنة في أمريكا لو أنت في إعدادي ولا لو أنت في سنة ولا هتقدم أوكي أنت بعد ما خلص ثاني عدادي ممكن تقدم علي من أول تانية إعدادي بعد ما تخلص ثاني عدادي هتقدم عليه في شهر تسعة أو تمانية يعني تكون مقايد في ثالث عدادي يجب تكون مقايد في ثالث عدادي أوكي فأنت مثلا تخلص ثاني عدادي لو أنت خلست ثاني عالدي وخلصتها خلاص مقيد في ثالث عالدي يعني مثلا في بداية أول السنة في ثالث عالدي في شهر 800 أو 89 كده اللعن هو في الصيف يعني ما بين ثاني عالدي وثالث عالدي ممكن تقدم عليه لين أنت قديم بيخد سنة أنت هتقدم مثلا في شهر 800 أو 89 هتسافر 28 bond später فأنا إذا من قد تقديم تسافر بعد ما نكون خلاص ثالث عالدي التوقيت مهم جدا في الحاجات دائرة جدا الديد لاينز مهمة جدا فأنا مثلا أنا قدمت مثلا بس برضه ما سفرتش لأسباب خاصة بأهلي يعني نوحيد أمي وابويا فقدمت في شهر تسعة وانا في تاني عددي رحت الانترفيو واحد يناير الفين لما كنت في تالتة عددي أو أولى سنة مش فاكر والله بصراحة المهم يعني انت ممكن انت في تالتة عددي أو في أولى سنوي بعدين بقى بتسافر شهر تمانية اللي بعدي يعني بتحضر أولى سنوي أو تانية سنوي هناك تمام او ممكن تالتة سنوي بس طبعا لا يفضل تالتة سنوي ازاي اه ما لا يفضل تالتة سنوي هترجع بعد حتعيد تالتة سنوي هنا يعني فهما يفتحوا السنة دي 2021 هيبقى من لازم يكون من 2005 إلى 2007 من موليد 2005 إلى 2007 ناس صغيرة يا راجل اه اه يعني لازم يكون أخره من واحد يناير 2005 لحد حاجة 34 تقريبا 2007 اوكي 2007 دول صغيرين قوي ازاي تخيلش في ناس 2007 يا اكيد في ناس اتفضل عمول اوكي سوري جايز سبقى من الواحد قال لي انا موليد 2007 في الوقت ايه دا؟ انت موليد كام يا عم؟ 95 في ايه؟ الدخول يا محمود يعني انت موليد كام؟ 92 ماشي طيب بعد كده يعني ايه؟ هل ايه عمو ايه بي مثلا نرجع لكلامة سوري جايز فبس فالفكرة دا بتقدم فيها طبعا ببقى فيه بقى انتحانات انجليش ومشا دا اي حاجة بقى سواء كنت مدرسة حكومي خاصة اي جي امريكان انترنت اي حاجة استم مدارس مكفوفين اي حاجة حتى مدارس المكفوفين انا عندي صديق ليها محمود ياوت يعني وكده كان مدارس مكفوفين وهو ما شاء الله يعني جاء راتف ألسن يعني خلص ألسن كمان ما شاء الله عظيم فحتى لو كنت من المكفوفين يعني او كده تدر تقدي بالعكس ايه بيكون ليك فرصة اكبر يعني دي دي منحة ياس بروغرام دي من ما بين الاعدادي والثانوي اه بالضبط تكون يا في ثلت اعدادي يا في أول سنة يا في تانية سنة مقيد في ثلت اعدادي أول سنة وثانية سنة اوكي انا بعد ما رجعت من ياس او انا مشgone ياس وانا مثلا في أول سنة افكر اقدم على ايه نصحتي دايما انصح بيها الطنين يقدموا في الاكاديميات الثانوية اللي بتأهل للمنحة الكبيرة يعني كده اه انا لو انا في أول سنة تمام هقدم في ايه هقدم في أفريقين في أكاديمية في جنوب أفريقيا تمام دولة جنوب أفريقيا اسمها أفريقين ليدر شيbecause هيك علي جا تاخدك لو انت في اولى سنوي أو تانية سنوي أو تلتة سنوي لو على حسب سنك لكن علي فضولك في اولى سنوي ممكن تالتة سنوي تمام بس ولو انت في اولى سنوي أو تانية سنوي 15, 16, 17 سنة كده 18 يعني ممكن تتأكد من التواريخ بتاعة التاليم مثل أولى سنوي سنوي طبعا أكيد وش بتي عمل ايه هناك بتروح تلس تلس تلسة马 هناك لمدة سنتين تمام بس انت مثلا تكون خلاصة اولى سنوي هنا بتروح تاخد بقى سنتين هناك بتدرس مناهج كيمبريج اللي هي ال-IG تمام مناهج ايه ال-IG وبتاخد ساد كمان وبتاخد طبعا ال-African Studies عشان طبعا يعمق عمقك بالانتماء لقارة أفريقيا وكذا تمام فالفكرة بقى ما تخلص بقى السنتين دولت أغلب بهم بياخدوا 140 شخص كل سنة بياخدوا كم شخص 140 شخص كل سنة طبعا في مصر بياخدوا مثلا حوالي 10-15-20 حسب ما ربنا بيه السريع تغيب مثلا سافر 12-14 السنة دي أو حاجة كده تمام دي طبعا بتبقى فولي فندد ولكن انت بتدفع قمات منفيز على حسب مستوىك المادي فيه ناس بتدفع 200 دولار يعني 3000 جنيه فيه ناس بتدفع 400-600 على حسب مستوىك المادي وطبعا ربنا بياخدوا بالأوراق بتاع مفردات المرتبة بتعتوالدك والحاجات دي وكذا طبعا 200 دولار 3000 جنيه ده ولا حاجة هو كل حاجة عليهم والطيرات والأكل والشرب طبعا هي أكاديمية مغلقة يعني انت بتبقى عادي ناك في سكن طلابي يعني وكذا يعني دي بتأهلك لمنح لإيه بالزبط بتأهلك بقى اللي أقول لك مثلا أمثلة مثلا الناس اللي بتخرجوا منها مثلا الفيديو كنت بتبعطولك بتاع أحمد سامن لما كانوا بفراجة علينا دلت اللي سفروا بتأهلهم بقى الجامعات زي مثلا براون ييل روشستر هورفرد ام اي تي ستانفرد طب 100 طب 100 يعني بتحضرهم الطب 100 يعني ممكن مثلا خمسة يروحوا اي في اي في ليج دي هكذا يسمى اي في ليج اللي هم اتحاد الجامعات الكبرى تمام فممكن مثلا مثلا ممكن مثلا عشرة في المئة يروحوا منهم كده مثلا الأغلبية بروحوا مثلا من أفضل مئة جامعة لمستوى العلم وفي كلها بتروح جامعات برضو كويسة معلم يعني أنا 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 جيفي المائحة أن أنا قضيت الثانوي والكلية وتخرجت فكرتش خالص لا أفريكا خالص الحاجة ببقى التأديم فيها بالعربي أو بالإنجليزي كمان تقدم بالعربي أو بالإنجليزي بتاعك ضعيف تقدم باللغة العربية ستكتب باللغة العربية كويسة يعني لو أنت في إعدادي أو في السنة ودلوقتي فأنت محظوظ جدا أنا عارف أن أنت بتعاني لو أنت في ثالثة ثانوية من التغيرات والتأديم فاتح دلوقتي التأديم فاتح دلوقتي أول ديدلاين مثلا في إيرلي أكشن صحبي يعني أنت محظوظ جدا رغم كل اللي بيحصل حواليك دلوقتي أنت عندك فرص لم تكن متاحة لنا تماما أو مش لم تكن متاحة لم نكن نعرف عنها شيئا فأنت دلوقتي عندك البنفيت أو عندك فايدة المعرفة عنده حاجة تانية أفريكا اليدرشي ببقى التأديم حيسمها UWC United World Colleges دي عبارة عن بردو مدارس سنتين بردو بتكون موجودة في 16 دولار فرعان في مدرسة في إيطاليا في مدرسة في أولندا في مدرسة في تانزانيا تمام هما طبعا أنت بتقدم هما بيوزوهاك على المدرسة على حسب يعني حاجات financial كده تمام ففي 16 مدرسة على مستوى العالم تمام برضو دي من أرقى المدارسة على مستوى العالم اللي بيتخرجوا منها برضو بيروحوا يعني بيعود طبعا عشرة من مصر 12 من مصر حاجة كده فدي طبعا بيديك برضو fully funded أو partially funded على حسب مستوى كلمتي تمام بعد كده في الكلية بقى في الكلية طبعا بيأهلك لمنح بقى هو بيأهلك لمنح هو اللي بيتخرجوا من المدرسة من المدرسة دي في حاجة بقى think global وليف وحاجات أكاديميات كتير قوي فأنا نصحك أنك تقدم في الأكاديميات دي تمام طيب أنا ما عارفش أقدم في الأكاديميات دي أو أنا مثلا حد مش عايزة سافر أنا حد مش عايزة سافر أنا مثلا ممكن سوى بقى بنت أو whatsoever يعني بتاتي اليو اس ايد في مصر بيختارهم 140 طالب كل سنة من السنوية العامة من السنوية العامة دي موجودة لدفة الثانوية عاملة اللي بتاتي اللي بتاتي اللي بتاتي اللي بتاتي اللي بتاتي اللي بتاتي ها طيب احنا ننزلهم الفيديو بعد اللي بتاتي بتاتي على طول إن شاء الله هم هيخلاص بتاتي واحد أو اثنين تمانية كده الديد لاين عشر تمانية وبصر الموضوع مش ياخد يومين في التقديم مش ياخد يومين هي المنحة كلها بسيطة جدا التقديم أونلاين بس فيه شوية أوراق كده لازم تجيبهم كلها أوراق بابا وماما اللي هجيبوها خاصة بمفردات المرتب بتات الأهل وعقد الإيجار بتاتي الشقة ووصل الكهرباء حاجات كده كلها حاجات مالية تمام وشوية أسئلة مقالية هتكتبوا أوكي فهي كلها طبعا ومستخرج رسمي من المدرسة طبعا لازم تكون في مدرسة حكومية أو تجربية أو استم يعني مدرسة بس مش هينفها تكون مدرسة انترناشنال أو لغة يعني انترناشنال غيرت أخد منحة اه بزر في مدرسة حكومية أو تجربية أو استم يعني ما تكونش في مدرسة عالية طبعا المنحة بتديك إيه بقى يعني دي موجودة في الجامعة الأمريكية وفي مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وفي خمس جامعات مصرية القاهرة والاسكندرية وعين شمسه أسيوته المنصور عزيم بيدخلوك الأقسام الخاصة مثلا تخدش مثلا زراعة إنجليش مثلا أو مثلا ممكن تدرس هندسة طاقة أو هندسة ني فاهم الله تخصصات اللي هي بتبقى بفلوس بيتفعلك المصاريف كاملة تمام بيدوك أنا كده كده هنزل الفيديو بكرة ولا بعد عليه حسنا أنا 24 سبعة ممكن في خلال يوميني أنا الفيديو الفراجتك عليها تمام هنزل الفيديو أنا عمل الفيديو عشر دايق بتكلم فيه بالتفصيل وعمل لايب إن شاء الله هي الموضوع بس الناس ماحتاجة تسرع نفسها شوي فالمنحة بيتدوك كورسات إنجليش أثناء البتاعة بيحضرواك للطفل بيحضرواك اللي لازم تاخد الطفل معهم بيتدوك كورسات عن سوق العمل وبتطلع ترمي في أمريكا بتروح ترمي في أمريكا فالناس اللي بتحبش الصفر قوي أو لو هتخش بسا في الجامعة الإسكندرية أو كده في ترمي في أمريكا ترمي حلو برضه تمام يعني ترمي في أمريكا حلو يعني تمام فيه بقى منح تانية زي مثلا تمورز ليدر مثلا تمام دي منحة موجودة في ثلاث جامعات الجامعة أمريكية بالكاهرة طبعا عندهم فرص كتير يعني منها إنك ممكن تروح تبع اليو اس ايد أو ممكن تروح تبع دي موجودة في الجامعة الأمريكية بالكاهرة والجامعة الأمريكية اللبنانية والجامعة الأمريكية في بيروت بس برده لازم تحضر طوفل طبعا ممكن تروح الجامعة الأمريكية في كهرب الغرير في مواسسة عبدالله الغرير بس برده بيدو منح للجامعة الأمريكية عايز أولك فيه منحة في الجامعة الأمريكية للناس اللي سكنة في المطارية وعين شمس والمرج يعني طبع حاجة شركة بترول يعني أو شركة حاجة بيدو منح للناس اللي سكنة في المنطقة دي عشان هما. وانا ازاي يعرف عن المنح دي يا صاحب. بوس عندما دخلت لموقع الجامعة الامريكية هتلاقيها حاطين كل المنح اللي هي متوفرة اللي ممكن تخش من خلالها الجامعة. وكل جامعة على مستوى العالم بمكاتبين المنح اللي انت ممكن تخشها. اوكي. يعني مسلا اقول لك مسلا المنحة دي هي بورتنر في تشيبينينج او هي بورتنر فول برايت او مش فعيم اصدقيه. فتعرف الجهة المنحة. ام. يا بوس اي الفرخة يعني البدء او الفرخة يعني. يعني ممكن دقيقة ما تشوف الجهة المنحة وتشوف ايه الجامعة اللي عملة معهم الشراكة. او تشوف الجامعة وتشوف ايه المنح اللي عملة معهم الشراكة. عظيم. فده مسلا دي منح كده لثانويان. طبعا بقى في بقى المنحة التركية. في المنحة المجارية. في منحة الكوريا الجنوبية. يعني ممكن ترهد. طبعا كوريا دولة جميلة جدا 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 جدا. في سامسونج يعني. تمام. خصواني بديسه هندسة في كوريا في مكس منحة اليابانية بتدرس دي برضو بتنزل للطلبة كل دولة تلوى الصغيري طبعا بقى في منح في كل الجامعات يعني مسلا جامعة مهامي بتعمل منحة جامعة كاليجوري بتعمل في كندا فكل الجامعات بتعمل منح برضو في مصدي فطبعا بس بتكلم على الحاجات المشهورة يعني تكلمت على الحاجات المشهورة وانت بقى في الجامعة اه انا خلاص اواتي يعني عديت السنوي ودخلت جامعة في بلدي اه في اي المنح اللي انا ممكن انا بقى برضو يعني الاطر فاتني لأسف ما قدمت في سوسي انا سوري قدمت في ياس وعشان ظروف عائلية كده مارتش سيفر يعني وكده وكنت طبعا بقدم فيديو كيش نيوسي على جامعات وكده بس لأسف ربنا قد نخش كلية صيدلة ومن المدخلت كلية صيدلة بقى والدنيا فتحت محمد لله اه فات nella binads نروح برامج كتير يعني وانت في الجامعة ممكن تطلع برامج كتير جدا اثناء الجامعة انا كت في كلية صيدللة بايدوية يعني وكتش في اا مش قصدي حاجة من الكولاث اتانية بس اصدي كان كليبتا صعبة كت صعبة جدا غدا اا صعبة هي عندها صعبة اا صعبة برناميك اسمه Global U-Grad ده بتطلع ترمي في تخصصك في أمريكا يعني مثلا لو انت بتدرس بس طبعا مش تخصصك يعني مثلا في سيدة ممكن تاخد أربع مواد بيبقى مثلا ممكن تاخد Biology و Chemistry و Business و Inglis مثلا فبيبقى ترمي بس ترمي بيبقى الترمي اللي هو الخريف أو الربيع تمام مش بيبقى ترمي الصيفي تبدو انت عايزة ترمي الصيفي ده تطلع سوسي تمام اللي تحكنا على المرة اللي فاتت سوسي طبعا يعني Global U-Grad تفع تخصصات كتير سوسي تخصصات الفيئة محدودة بس هي في الصيف فهي يعني برضو انت بتوازن بقى انا قابلت في الكتير بس اخترت سوسي عشان برضو اهلي فكا برضو انا الناس بتقول انت لأ انا اهلي كانوا ضد ان انا ضيع ترمي مثلا في الصيدلة وكان ضد يعني برضو الصفر ده مكانش سهل بالنسبة لي وانا صغير كان بيرفوض الرسافر يعني انا ممكن دلوقتي انت بشاه في الموضوع سهل بس الموضوع ده خد وده ممكننا بقى نحكي بقى في سؤال ازاي اقنعتهم يعني بالموضوع وكده فمسلا ما كانوا ش مفقين ان انا ضيع ترم عشان كده رحت سوسي ما انت قابلت في جلوبة U-Grad يعني سوسي قاعدت فيها شهر ونص جلوبة U-Grad 3 شهور يعني الضعف سوسي بقى في حاجات اللي خاصة بالبزنس أو حاجات خاصة بالسيفيك انجيجمينت بس حاجات اغلب زي التطوع شوية يعني طيب انا دلوقتي برضو في الكلية ممكن نروح ايه ممكن نروح طبعا البرامج تحت اوروبا لو دخلت حاجة اسمها European Training Calendar ده فيها برامج تطوع كتير جدا من اول اسبوع لحد سبع اوكي انك تروح متطوع انا رأي اجد عن ايه متطوع لوجه الله في حاجة اسمها Youth Exchange في حاجة اسمها Training Program في حاجة اسمها Volunteering اوكي ال Youth Exchange Program بيكونوا من اسبوع لأسبوعين انا طبعا ده اصلا هتعطي منه كتير وبيشيلوا برضو كل حاجة بس ما فيش بوكت ماني ماشي يا ماشي طب برضو اعرف حاجات دي منينا صحبي ده في موقع اسمه European Training Calendar او اسمه Salto Youth اه Salto I'm sorry اه اسمه Salto Youth تمام ممكن اعطولك يعني بس انت ممكن تكتب على جوجه European Training Calendar هتلاقي فيه فرص كتير قوي تمام بتشوف بقى البرامج انا مثلا تلاقي برنامج مثلا عن البيئة طبعا عشان محب بموضوع البيئة فيه مردنك تلاقي عن الطبخ اللي قلت لك عليها طبخ مهم كان علاقة الطبخ بالسلام اه 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 ف والله يا فكرة اقول لك الطبخ ده بيحل حروف كتير فيه ناس يا جدع يا جدع نقول كلام غير ده لا لا والله في حاجات بقى طبخ الناس بتوع المنح دول يا جدع بيقولوا حاجات غريبة في حاجات والله في حاجات في الـ Sports Sports and Peace الرياضة ماشي انا عدية وانطير حمامتين كده بيض وسط الملعب وحاجات ظريفة صحيح علاقة الطبخ بالسلام يعني اه لما انت جربت تاكل اكلات من شعوب تانية او كده حتى اه اه حبيت الشاورمة التوركي بصراحة ما كنت في لبنان حبيت الاسراك ما تعملتش معهم طيب اوكي فيعني ممكن الاكل بيقرب الناس من بعض المهم ففيه برامج كتير بقى حاجات اغلب حاجات خاصة بالبيئة خاصة بالبيزنس والله يا باشا يعني انت راجل هتروح تطوع اه وتعرف ثقافة جديدة اه والناس شاهدة طيرانك رايح جاي واقمتك 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 فدلع والله فيه حاجات ده بتبقى تطوع من اول شهر ثلاثة شهور لحد سنة اسمها كان اسمها زمان اه اه اي في اس اه 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 دلوقتي بقى اسمها اه 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 ياسي تمام فده ممكن تقدم بتروح مثلا تطوعما زي مثلا مثلا زي سنة الحياة او رسالة او كده بس بتوعات سنة بقى هناك متطوع يعني واو اه ده طويل طويل الامد عندي يوحد صاحبه مثلا متطوع في مؤسسات برلين زي بمك الطعام كده مثلا اه اوكي وعي كزا فده اسمها الكلية طبعا ده الحد تلاتين سنة بس بتاع اغلب ناس منه اسمها الكلية ما زي الناس برضو مش عندهم خبرة كبيرة طبعا بش حد اسمها الكلية ممكن يطلع منحة في تخصصه الحالي اه ما رأي قلت لك global ugrad global ugrad اه يطلع ترم مش هادر كيه باب مع المنح الكتير اه ممكن يطلع ترم ممكن يطلع ترم و لما بيرجع بقى الترم ده بيتحساب له عادي ويطلع على لا ولا بيجي يمتحم برضو يعني بصه هو في اسم مثلا برو جرم ما رأي قلت لك الجمع مش متفاهمة يعني وانداش كريت اورز وكده ها حيطلنوا عادي الترمس طبعا يعني عادي الترمس بقى يعني ها اوكي كل حاجة بتمن اه طبعا اكيد ايه 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 فيه منح تاني متاحة ديه في فترة الكلية مثلا ما هو ده امريكا واوروبا يعني طبعا بيه مثلا حاجات اه فيه منحة سفينة العالم ده طلع احمد سعد عاد صحبي يعني ممكن بتعملها اليابان ها بتعملها للشباب الصغير بتعملها مع وزارة الشباب والرياضة احمد سعد ده صديق ليه يعني وبرضو اخي منح كتير طلع المنحة دي بيخش في سفينة بتلف بيه حوالي 14-15 دولة في المحيط الهادي فبيروح طبعا اليابان رح نيوزيلندا وراح بقى الدول اللي هي جزر فراو والسامو دي مش منحة باشا دي رحلة لا بس هي منحة بتعلمه حاجات على السفينة كتير يعني حاجات عن الانتر كولتش التعليم المدني تقريبا في وزارة الشباب المصري هي اتفاقية من الحكومة المصرية والحكومة اليابانية اه في بقى فرص مثلا بتبقى مؤتمرات مثلا تابع الحكومة الكندية تابع الحاجات مثلا بتبقى ان بعصش رداري وروحت معهم الدنمارك وروحت معهم الأردن مؤتمر الشباب العربي الحور في حاجات بقى بتبقى فرص يعني مثلا اكتف سيتزن بيعملوا زيرات دوليه بريطانيا تمام السنة الثالثة اخترناك في مصر بس يعني في العادي بيعملوا في بريطانيا للحظ يلاقي العظم في الكرشة لدينا مسأل جميل جدا فاكتف سيتزن بيعملوا زيرات دوليه في بريطانيا بتروح برضو تقضي تروح لندن وتروح كذا مدينة تقضي كوميونتي كوميونتي وورك يعني انت تعرف على الحاجات هناك في خطوة بيعملوا حاجات في ألمانيا كتير قوي كمان كل ده فترة الجامعة اه فترة الجامعة السلام لو الواحد بس يعرف الكلام ده هوت ايو اي طيب بعد الجامعة يا سيدي بعد الجامعة بص بقى بعد الجامعة انت عندك منح عشان انا بقدم على منح ماجستير كتير دلوقتي وقابلت في برنامج الحمد لله يعني في جامعة من جامعة الكاميرا كومجريتس اه الحمد لله دعوتكم مينا فلسه القبول جاي سخني يعني شاء الله فبس فالفكرة ببساطة بص منح الماجستير هي اكتر من منح البكاليليوس واكتر من منح الدكتورية رقم واحد ليه بقى كل دولة عندها برنامج ماجستير بتاخد كتا من مصر زي ما قلنا قبل كده فاكر ما اضعك كتا دكريننا علي انا هايزر راح امريكا ايه المين حالا قدم عليها اسمها فول برايت فول برايت فول برايت يس فانت فول برايت كل سنة بتاخد عدد من الناس تقديم ماجستير في امريكا مش عارب بقى بتاخد مثلا سمهين تمانين مية في اي تخصص في اي تخصص عظيم وبرضو فولي فاندد فولي فاندد يعني فوق الفولي فاندد بيتديهم باكت ماني كمان بمرتب يعني انت ممكن ترجع بفلوس يا هم جر جر ما يمكن تتقابل اعمل اللي عليك فول برايت لطيفة جدا فول برايت تبع انت بقى فول برايت سكولر دي حاجة وفي منحة بعد الدكتوراه ما عندهمش طيب لاندكتوراه لو انت خدت معهم ماجستير مكاميرك دكتوراه بس انت ماخدتش معهم تعمل بوست دكتوراه وعندهم منح كمان تانية زي هامفري تدريبات لو انت في يعني متوسط مهنيا يعني قصدي يعني لسه بسموها المت كارير يعني مت كارير يعني منتصف الكارير او كده بحاجة اسمها هامفري بيعملوه زي زاملات بردو حاجات كتير كتير جدا وفي حاجة للتدريس هنقول عليها بردو مكتدرس عربي في امريكا تبعهم وتاخد عشرين الف دولار في ايه منحة سحنازل عنها اسمها teachers of critical language عشرين الف دولار في ايه في سنة عشر شهور في عشر شهور الله عظيم هما يفور لك المسكن الفين دولار في السنة حالي الفين دولار في الشهر في شهر عفواً الفين دولار في الشهر تهتين الف جنيه يا بلاش بس لازم طبع يكون عندك المنبوك وعاد النح واللغة العربية وكده شفت العربي بيكسب برده المنحة دي لطيفة جدا بتروح تدرس لغة عربية بس لازم تكون مدرس يعني انت لازم تكون عندك خبرة في التدريس عندك خبرة ولا عندك شاهدة لا لازم تجيب ورقة تثبت بها الخبرة في التدريس طبعا طبعا لو فيه متحانات اه بلغة عربية ايجادة في اللغة العربية اه تحنو كنحو كده كده هم تحنو كنحو وتايما بلاغة مش تأكد صراحة عزيم بس أنا كده هنزلها فيديو ورد نزلها فيديو ورد سجلت الفيديو بالفعل Education USA Education USA عفوا اه تفضل دي طبعا الهيئات التوجهية رأتوجيهك لأمريكا كده بس لأمريكا عندهم كذا حاجة عندهم فول برايت هاقيت فول برايت تابعهم عندهم Education USA عندهم حاجة اسمه American Corner عندهم حاجة اسمه American Center عندهم AUC وخصوصا School of Continuing Education عندهم Amides تمام عندهم New USA عندهم حاجات كثير اوي عندهم حاجات كثير اوي في مصر تمام فدي كل منؤسسات الامريكية في مصر والدول العربية في مصر والدول العربية في مصر والدول العربية يعني نيوساين موجودة في كل دولة عربية أمديس موجودة في الدولة عربية كيدي في جامعة أمريكية في أغلب الدول العربية وفي أمريكا كورنر في كل دولة العربية فدي أمريكا عشان أمريكا يعتبر يمكن الأهم بريطانيا تشيفنينج تشيفنينج الله بنفتح عليك تمام لأنني أريد أن أذهب من الماجستير في بريطانيا فتشيفنين هي المنحة الأشهر والأسهل يعني التقديمها لا أسهل جدا كنت قلت لي قدم فيها هم أربع أسئلة مقالية كل واحد 500 كلمة 2000 كلمة هترى فتكتبهم كويس بس يعني ده المعيور الأساسي للمرحلة الأولية فاهم أصدقائي لأنه على فكرة بياخده من مقبول والله واش عندي واحد صاحبي كان جاي مقبول بس كان عنده خبرة 7 سنين في البزنس 500 في البزنس دي اضغط على دي طبعا والإنجليش كان طبعا كويس وكده فتشيفنين طيب وعايزة أدرس في بريطانيا عندك الـ IDP من الحاجات برضو اللطيفة جدا اللي بتساعد الناس يدرسوا IDP ده اللي بيعمل IELTS زي الـ British Council الـ IELTS بيعملوا حاكتين الـ British Council و IDP الـ IDP هو مركز أسترالي بس بيساعد الناس تدرس في بريطانيا وإستراليا ونيوزيلندا وكندا وأمريكا وإيرلندا عظيم تمام فبرضو IDP بيساعدوا الناس مجانا تاخد قابول في جامعات في بريطانيا عشان هم بياخدوا كماشا من الجامعات بعد كده فانت عزيزة أقابل في ساسيكس يعني عندهم شراكات مع ليفربول هو بيقدم لك من خلاله يعني انت بتاعبش أي مجهود بتروح له كده ويقول لك هات الورقة كذا كذا ويقدم لك هو حلو الناس كيش مترفش عن السيرفز ده مجانية طيب احنا كده خلصنا بريطانيا في المنحة التركية تمام فانت عندك المنحة التركية طبعا موجودة البكاليريوس تمام موجودة الماجستير موجودة الدكتورات تمام فطبعا المنحة التركية برضو من المنحة المشهورة جدا واللي دي أصبح طيبة يعني وكده فممكن أنك تقدم في المنحة التركية احنا كنا تعمل سبونسر مع تركي كان بس قلو ما أصلا سبونسر بتاع البودكاست هنا بيقدموا برضو خدمات للمنحة بس في الوقت تاريبا في شعر يناير تاريبا في شعر يناير فهم طبعا لو انت هدري تقدم مع نفسك في المنحة تمام مش هتعرف تقدم لا بيفرق بيفرق ان حد ياخد لك ورقك ويزبط لك الدنيا هو أضرأ بقى أهل مكة أضرأ بيشعبها يعني فهم عندهم سمعة طيبة جدا فما بيساعدوا الناس تقدم وهم وكيل الجامعات اه وكمان هو بيجيب لك قبول الجامع ده برضو نقطة مهمة جدا اللي فيه ناس بتقابل في المنحة وتقابلش في الجامعة فدي قزمة تانية وفيه ناس تقدم في جامعات غلط وبيساعدوك مجانا اه بالضبط وفيه ناس تقدم في جامعات غلط وفيه ناس تقدم في جامعات غلط وفيه ناس تقدم في جامعات في مدن مش مناسبة خالص يعني انت محتاج تروح في مكان تركيا برضو صعب شوية في الاباكن فانا حتاج تبع عنك فأنا نصحك طبعا قبل أن تروح تجاريزم تستشير حد بيزبط لك الدنيا يعني يوفر عليك عقابات كتير يعني هنكمل بسرعة بقى في المنحة الماجرية بس دي طبعا للباكاريوس للناس العادية الماجستير لو أنت معايد في الكلية في المنحة اليابانية في منحة نيوزيلندا في منحة اليابان مش حايف لا عمر حسيك كده فجأة يا مثلا الربعمائة ألف طالب ولا مش حايف متين ربعمائة ألف طالب بتاع الثانية والعامة لو توزع على المنح دول ممكن يكافوه يعني مشاء الله يعني أنا مبهور يعني أنا مبهور المنح كتير قوي يعني كتير جدا المنح موجودة بشكل كبير فرصة أي حد أن هو يتقابل في المنحة يعني حلوة لو لو قدم الحاجات دي نسبة قولها طبعا عشان يكون أكيد مش نسبة كبيرة ولكن أي حد مجتهد بسؤولك الحاجة يعني أنت لو قدمت مثلا في عشر منح أه طبعا طبعا لو قدمت في منحك وأنا أريد أن تقول لي أن تقابلت في كم منحة هدنت أكتب من ثمانية وتمين منحة وتقابلت في كم واحدة؟ قابلت في حاجة وعشرين سكسس ريت ممتاز جدا وروحت الربعة عشر خمسة وعشرين في المية هو سكسس ريت يعني آه بالزبط سنة كنت أي بشوف أي بقدم من ثلاثة أيام بقدم فيه أنا فاضي بقى آه ونه يعني كنت بقدم حاجة ثلاثة أيام فتلاثة أيام فعلا مفاه مصدي كنت ما ترفض فيها حاجات كنت بتقابل فأنا أي أبليكيشن أنا كنت يعني تاك 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 وبعدين بقى الحاجة بتبقى جاهزة بتبقى دنيا عندك في اللازم تساعد مع واحد صاحبي مبارح فهو ببعت سبيب بتاعه لأي شركة آه أي شركة فكل يوم يجلوا اتصالات وإنتروبيوز وبتاله ففعلا يعني خبط على كل البواب صبعا لازم تعمل ده بكواليوتي عالية برده عشان الناس اللي بتقدم يعني لا لا ما أنت لازم ما تقدمش بعك أو تبعت له خلاص لأنها هتترفض في كل ما لازم لازم تزبط الدنيا دي الأول وطبعا لو في حد يساعدك في حاجة زيرية ده يكون ممتاز طيب سؤال مهم قوي يعني أنا عرفت الكواليتيز اللي لازم تكون عندي عشان أبقى مؤهل إيه هي بقى الديكومنت أو الأوراق أو الخطابات أو الحاجات اللي مطلوبة علشان أقدم في أي ملحة وأبعتها فين يعني أودها لهم فين online offline حاجات دي طيب بص يا ورقة وقلم يا ست الحاجة وكتبي وراي هم كتير شوية ها كتير بص أولا في حاجات تبقى موجودة في بعض المنح وحاجات تبقى مش موجودة في منح تانية فاهم فإحنا هقول حاجات كلها وإنت بقى وحظك يا ممكن تلاقي مثلا جزء من الحاجات دي موجودة حضرهم لربما يحتاجوا بزا أول حاجة طبعا الapplication والapplication form بيكون فيها أسئلة مهمة جدا لازم تجاوب عليها خصوصا الأسئلة الخاصة بالdemographics تمام ايه الdemographics دي بقى دي مهمة جدا 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 يعني بس قداش تتقبل في منحة محتاج حاجتين يعني تثبت لهم حاجتين مهمين جدا قدي انت شاطر جدا قدي انت شاطر جامد في الأربع حاجات اللي قلت عليهم الجانب الآخر قدي انت مقهور جدا فاهم قصدي ودي نقطة يعني مهمة أصلا احنا بنتكلم على عدالة مش قصدي طبعا أنا ممكن ببسط الأمور بس أنا أصلا بحق ربنا طبعا فهل مثلا انت وليكم بس انت مستواك المادي هل انت من أسرة مثلا مستوى التعليم فيها كان عالي ولا مستوى التعليم منخفض يعني لو انا من أسرة فقيرة لازم يكون ليا حق أكبر عن الناس اللي طيان لو انا من أسرة متوسطة أو أخيرا لقينا فايدة اه بزرح لو انا أهلي او انا كنت في مدرسة حكومية فلازم يكون ليا فرص أكبر لو انا مثلا برضو نقطة مهمة جدا يعني بس لدينا شوية مش موجودة عندنا قوي بس موجودة في ثقافتهم أكتر لو انا مش أبيض تمام لو انا مش أبيض او مش هناخد عايفت النورة ده ممكن بس شوية بس لو انا لو انا أصمر او انا person of color او كده فده بيبقى برضو بيبقى ليهم اولوية أكتر يعني يعني لو انت مثلا من اي حاجة بتباني ان هي شوية مهماشا او انت من من أسرة فقيرة عندك ظروف صعبة عندك أعاقة لو عندك مثلا disability او كده خصوم بقى لو انت بقى كن فيك كل الحاجات بقى لو انت يعني بنت عندها اعاقة من أسرة فقيرة يعني عارف اللي هو فيك كل الحاجات اللي شاهد فيما نحن يعني في الفجرة انك يعني ده بقى دوطة مهمة طبعا لو انت من أسرة متوسطة وانسان عادي وولد عادي بيقول انت مستترفض بس قصدي لما بيتبيضون شوية انك حد يعني تستحق هذه الفرص وانك مش تقدر تدفع هذه الفرصة يعني انت خلاش تكفل بيها فدي جزء الخاص بالديموغرافيكس او اللي بلاكيش النقطة التانية دي رقم اتنين اه ودي قد تكون بشكل مباشر يعني يقول لك يبعط لنا بتبقى من خمسمائة كلمة لألف كلمة تمام وقد تكون بشكل غير مباشر وقال اسئلة مقالية فمسلا في كتفى 14 سؤال مقالية مثلا فقال برضو اسئلة مقالية كتير قوي فتشيفنينج مثلا فيه اربع اسئلة مقالية كل سؤال مثلا خمسمائة كلمة فالاسئلة المقالية دي تعتبر من اهم الحاجات وده طبعا ننصح بها الناس ان هم يكون عندهم حاجتين هم الحاجة عندهم وعي بنفسهم ممكن نتكلم على نوشن والموضوع ده وكده ان قدي انا عندي وعي بنفسي قدي انا عندي وعي بنقاط قوتي بنقاط ضعفي تحدياتي اه اه اهتماماتي معتقداتي قيمي احلامي طموحاتي فرصي اه كل الحاجات الخاصة بي تمام قدي انا عندي وعي بنفسي لازم يكون عندك اجابات للأسئلة دي لو ارضت عليك اه فقدي انا عندي وعي بنفسي النقطة التانية عندي وعي بالمنح لان اكون قاري عنها بشكل مفصل ادرسها كويس اه وعارف انها ماتشنج بقى ازاي بعمل ماتشنج اللي مهم جدا في الناس كده وتقدم على الابليكيشن من غير ما تعرف اي فعشان اجاب بالأسئلة المقالية بشكل كويس جدا يكون عندي وعي بنفسي وعي بالمنح انا مين ورايح اعملي اه فعشان عندي وعي انا مين ورايح اعملي تمام فده مهم جدا الحاجة التالتة السي في طبعا لازم تكون عامله بشكل صحيح جدا طبعا من صحك انك تعمله لو هتقدم في اوروبا على موقع اسمه يورو باس ده موقع بتدخل في البلد بتطلع لك السي فيت الكائن حلو ده ليه فورمات معينة تمام اسمه يورو باس يورو باس تمام صحك تعمل فورمات عليه يعني هيبقى لطيف لو تبعت لبعض الجهات رابعة حاجة البايو سعيب بتلبوها انك تكون كاتب بايو بسيرد سيرد بارتي برو ناوت يعني مثلا عمر مش عارف عمل فاهمان اها فيكون كاتب بايو فده رابعة حاجة خمس حاجة ريكمنديشن او النومينيشن او الريفرنس او واتسو ايفر ودي بيكتبى لك ثلاث حاجات يا اما دكتور عندك في الكلية يا اما حد كان مديرك في عمل تطوعي يا اما مديرك في الشغل او المشرف الفني او الرياضي بتاعك لو انت عندك انشطة فنية او الرياضية فدي بتجيب منهم حاجة اسمها ريكمنديشن او نومينيشن بيكون فيه جدول يعني هو بيعطلك التمبلت بيديك التمبلت اللي تكتبك انا كده الخامسة ريكمنديشن الحاجة السادة لو انت كنت عامل ابحاث او عندك بورتفوليو لو انت مصمم يعني فاهم قصد ايه فلو كنت عامل ابحاث او بتكتب مقالات او عامل فيديوهات او عامل تصميمات او يعني اي حاجة عارف ايه عملت شغلك وريني شغلك اه وريني شغلك خلانا نركاب تاني كده اول حاجة الابليكيشن تاني حاجة الاسئلة المقالية ثلاثة البايو اربعة السي في خمسة ستة الاعمال السابقة سواء research proposal او التصميمات لو انت جرافيت ديزانر لو انت مش عارف عندك تصميمات لو انت عندك فيديوهات لو انت عندك مقالات لو انت عندك اي حاجة اشتغلت عليها اه اي حاجة اعمالك السابقة سبعة طبعا الحاجات مش كنت مطلوبة في كل الحاجات انا اقول كل الحاجات اللي ممكن تنطلب بالضيط اللي ممكن تنطلب سبعة حاجة طبعا التوفل او الائلز دركتك فيه تكون معدية ومعاكل الامتحان والتوفل او الائلز بيكون طلبينه دي طبعا بالنسبة كبيرة بيكون بالنسبة 90% اوكي الحاجة اللي بعديها بس بالنسبة اقلة طبعا لو امريكا بس الـ SAT او الـ ACT لو انت بتقدم على بكالبيوس والجي ري او الجيم اي تي لو انت بتطلب على المجستير ايا بشا الاختصارات دي معلش الـ SAT بغض الان اختصار دي عبارة اي بس الـ SAT و الـ ACT دي الاختبارات الامريكية تريد دي الاختبارات الامريكية بتاكت الناس الفتانوي تمام فدي اختبارات بتكون هقولك في ايه بتكون في الـ English وده بيمقاسم يعني مثلا السات خلينا ناخد السات تمام السات ده بتعملو انت طالب في سانوي صغير دبلومة امريكية ده بيكون متأسن لجزئين English و Math English 800 و Math 800 تمام الانجليز بيكون مقاسم لجزئين Writing و Reading 400 و 400 يكون كله MSQ وطبعا الانجليز الانجليز الـ Reading بيكون فيه اسئلة مقالية يعني وكده وده بيبتحان الامريكان كمان والـ GRE و GMT شبههم بس ايه للمرحلة الاكبر يعني بدون الدخول في تفاصيل او اختصارات او كده فده بيحتاج في بعض المنح في امريكا او كندا او في تركيا حتى بيطلبوا بعض في الماجستير سعب يطلبوا GMT لو أتامن في بقية في مقالية كبيرة أوكي بعض الجامعات يعني وكده فده برضو بس بنسبة أقل شوية ده المطلب التامن ده باين او بس ده برضو بنسبة أوليلة جدا أوكي التاسع يعني بريطانيا ميطلبهاش عشان بس ناس ما تخافش عشان هم سعب يكون صعب لبعض الناس يعني التاسع سعب يكون فيه بعض المنح بتطلب منك كل الأنشطة الطوعية اللي انت عملتها مثلا المنحة التركيب تطلب شهادات للبعض في حاجات تطلب هادات كل ناس حاجات بطلبش شهادات هل الأنشطة التطوعية اللي أي حد بيعمل فيها بيقافها شهادات مش شرط يعني أنا أغلب المنحة الدين تعليم مددمش فيها شهادات خالص خالص تمام بس مثلا فيه برامج مثلا بتتكلمين وطنية التدريب هنا مثلا اللي بيعملها في مصر الركاب بيطلبوا شهادات المنحة التركيب تطلب شهادات فيه بعض الحاجات تطلب شهادات تمام أوكي فدي مثلا ممكن تبقى محضرها برضو وبنجهزها يعني احتياطي تمام مش هتطلب كتير بس يعني تمام أو يعني تبقى محضرها أوكي احنا وصلنا كده بقى عشر آه الحاجة الأخيرة نعم نسيت حاجات كتيرة أه الحاجة الأخيرة لو انت بقى بتقدم على منحة في جامعة محتاجين إثبات للغة لو انت بتقدم بتدرس بلغة تانية يعني سوى بالفرنسي فيه تحنات زي الألمانية آه يعني فيه حاجة تانية بس أنا مش قادرة هم حداشر تقريبا أو ده آه حداشر تقريبا بس أنا مش هتذكر كتير هوا يا عمر آه لا بالسبوع نونتها برضو مهم تحذير مش بتطلبوا في كل المنع وانت يعني ده كل الحاجات اللي ممكن تنطلب منك فانت تطبيلهم عندك آه البرلميج روحتو مثلا في مثلا فرنسا مش عارب إيه كان أبديكيشن بس كتابية بس فش أي حاجة تانية والسي في والسي في والبايو آه يعني السي في والبايو يعني حاجات كلها مفيش ولا طوفل ولا آيلتس ولا أي حاجة آه الحاجة الأخيرة درجاتك في المدرسة منطقي آه بزرط مش محتاجة صورة الباسبور أو البطاقة الحاجات التقليدية دي آه آه مثلا من حال اللي انت فيه في فرنسا كانت كلها كتابية يعني تك 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 كله كتابة يعني بايو أو سي في باكدها كتابة بس فاهم مصدي والأسئلة المقالية كلها برضو كتابة وخلاص فاهم مصدي ممتاز جدا فدي كل الحاجات المتطلبات يعني يعني وبس ما طلبوش مني غير كلها أسئلة مقالية بس ولا طالب ولا طوفل ولا آيلتس ولا الحاجات دي كلها ممتاز جدا طيب أنا برضو في سؤال منح وما تقابلتش. إيه تاني يعني إيه بلان بي أو إيه الخيار آآ الأفضل بالنسبة لي كا بعد المنح يعني هل أنا ممكن أصلا أروح أدرس في الجامعات دي وكده. والله بص الخيار اللي أسبقها ألمانيا. لأن ألمانيا مثلا زي دول التعليم فيها بلاش. فالتعليم فيها بكالي. بس لازم تتقن الألمانيا. دي عقل. تمام. آآ. والتعليم رخيص جدا. انت بتحض. بس ولازم بص عشان ألمانيا فيها حاجتين. لو انت معك خش في موضوع ألمانيا ده. لو مش معك ابعد الموضوع. هم حاجتين. عندك قدرة تدريس ألماني ده لو انت في البكاليوس في الباجستير هنقول الموضوع ده أسهل يعني. فلو انت حاستد البكاليوس في ألمانيا محتاج الألماني يتوصل فيه لـ C1. بي 2 أو ده مستوى متقدم جدا. أو ممكن بي 2 بصراحة يعني بعض تخاصات بي 2 وبعض تخاصات C1. يعني مش خبير قوي في موضوع ألمانيا يعني. بس ممكن بي 2 أو سي 1 تاني حاجة حوالي 10.000 يورو نقوله معاك بس ورحتم مهمة جدا هم مش ياخدوهم منك ده ضمان مالي بالنسبة للماجستير ده أسهل خالص مش محتاج الألمانيا ممكن توصل ألمانيا A1 ولا A2 تسلك نفسك خدك في البلد بس هو مش محتاجينه منه برامج الماجستير في ألمانيا بكتير في الإنجليزي لكن البكاريوس برامج الإنجليزي قليلا فالبرامج الماجستير في ألمانيا كتير تمام والألف يورو يعني ولا حاجة ألف يورو في الترم بكاريوس 200 يورو مثلا 100 يورو مثلا 1500 جنيه 1000 جنيه فمصاريف قليلا فدي مثلا ممكن تكون الحاجة الأولانية الحاجة التانية طبعا تركيا فيها جامعات خاصة تقريبا من نص ثمن الجامعات اللي هنا أنا كنت بصراحة مزهول اللي هو الجامعات الخاصة في تركيا وكمان فكرة أن أنت مش محتاج درجة معينة أو تنسيق معين أنت بتروح تقدم تقبل تدفع المصاريف تعال إدرس عنديك وبيقدم لك الغريب جدا ويقدم لك في الجامعة ويجيب لك قيد من الجامعة علشان يساعدك حتى في استخراج الفيزا أو الفيزا ولو اتقابلت في خدمات مجانية بقى من خلالنا لو اديته الكود في تحت بيزبط لك الإقامة والسكن والحاجات دي مجانة الحاجات دي بتعمل أزمة الناس كتير قوي ومحتاج تتعرف البدينة اللي هتروحها كمان كويس قوي لا أم صراحة يعني الخدمة اللي هو ما بيقدموها بريميوم سأتك تسأل حد خبير لأن الموضوع محتاج هتتسوح لوحدك يا صاحبي يعني هتلبس في حاجة فلما يكون معك دليل كده يوفر عليك الدنيا يعني فالناس محترمين جدا 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 وناس نعرفهم معرفة كويسة يعني فأنا بصراحة يعني بفكر أساسة أن أنا زور تركيا قريب كفوسحة وبتاع وكمان الشهادات هناك أي شهادة جاء من بلد بره يعني بيبقى لها إيميتها وبالمناسبة برضو معتمدا هنا في مصر يعني الشهادات بتاعتهم معتمدا أنت لو درست هناك هندسة هتيجي هنا تعودوا في النقابة بطبع في جامعة جدا جدا زي مدل إيستو الحاجات دي محتاج تتعرف برضو أما بيساعدوك في موضوع للرانكين بتاع الجابعة نده أن تفتح الكياس وتشوف الرانكين بس في جامعة هناك عالية جدا يعني فأتواصل معهم ورقم الواتساب بتاعهم في الدسكريبشن يعني يتواصل معهم بزبط في ماليزيا معتقد برضو ممكن هما يكونوا برضو بيساعدوا فيها أو ممكن يساعدوا فيها فماليزيا برضو فيها جامعات قوية جدا في موضوع في مجال الهندسة ماليزيا برضو فيها جامعات قوية جدا في مجال الهندسة معتقد ممكن هما برضو يكونوا بيساعدوا فيها في المجر المجر برضو من الدول الرائعة جدا في التعليم طبعا في الملحة المجرية وممكن تتسفر مجر على حسابك برضو ممكن انه مثلا الفين يورو مصر بس انا اظن يعني ان تركيا وماليزيا بيكونوا خائر كويس يعني بلاد مسلمة فمش هتتعرض للفرق الثقافي لانك طالع ممكن تكون اول مرة تطلع برة مصر دي نقطة مهمة جدا من الاسف من الحاجات في حاجتين بيواجهوا الناس بسافر برة ممكن بتحصل بعض الناس بس فيه ناس بحصل لها لما بتروح دولة تانية مختلفة انا اول مرة المانيا اول مرة المانيا حصل لي رهيبة جدا لانهما طبعا مجتمع منفتح تماما على هنا تماما مفتح جدا جدا يعني فبرضو ننصح الناس وده نقطة مهمة جدا لشان برضو يعني مهمة جدا واصلا الصغيرين 18 سنة وكده لازم بقى لهم يربوهم فيه حاجات كتير لازم يعرفوه عن العالم اصطبوس تقول دخل الكاتاكيت العشة ده وكده هو في الاخر فلازم تبقى مفاهمه يعني حاجات كتير انا ممتن للناس اللي كانوا مفاهميني عن العالم وعن كل الحاجات دي الحاجات اللي تاخد بالك منها الحاجات التانية الهوم سيكنس وده برضو ممكن حنين للوطن اه انك مش لقى اكل حلال او مش لقى حلال دي برضو من حاجات اللي بتبقى مشكلة كبيرة يعني اظن في البلاد اللي هي زي دي بيبقى في جاليات اه مهم جدا عرب او مسلمين يعني بيبتحسسك كده في ايطاليا مثلا كان لسه حتى في بعض الفلوجرز جامعين في حي في ايطاليا اكناك انت داخل شبرة حرفية وفي مارسيليا في حي العرب تلاقي الناس بقى لابسين نقب وحي تجيبه حتى منفصلة تباعمر عن فرنسا انجمي برد تالي حاجات زي في المانيا مش موجودة يعني الالمان عندهم حساسية شوية من اي مظهر ديني عظيم بس في ايطاليا ايطاليا انا كنت حاسة انا كنت دخلت حي كده زي الشاينا تاون كده ترى في دا من اه في كل بلد الصين بياخدوا مكان يحتلوه اه ففي حي مصري في ميلان وكده شي جميل والله بس في دول كتير بقى طبعا في دول كتير بس طبعا لو انت امريكا او انجلترا او الدول دي لازم من زيتها تكون فوق لعشر تلاف دولار في السنة على اقل لا يا عم خلينا في الحاجات الحلوة عم بتاع عمو الفين دي كويس اي اه لا يعني لو حد ما حفوص لو حد بيشوفنا غني اه او صراحة كان الصادم بالنسبة لي انك تتعلم برا ارخص من اينك تتعلم هنا في التعليم الخاص يعني وبره من غير تنسي طيب انا فيه برضو سؤال نسيته وهلو انا برضو ثانوي صناعي عملت فيديو عن الموضوع ده ممكن برضو تحطه يعني اريد اقول لك على حاجة فيه من حاسمة كومينيتي كولوجي انا نسيت اتكلم عن الموضوع ده انا في حاجة كتير قوي فممكن اكون بنسا شوية يعني فكرك باش اه كويس اي اناك سألت حبابنا في الطلاب صناعي او الزراعية حتى والتجارية والحاجات الفد يعني هنا فيه منحة رطيفة جدا ليهم اسمها كومينيتي كولوجي انا اشتب انا سألتك سؤال رطيف جدا كتحدي يعني فضل تارى في مصر فيها كام جماعة تقريبا انا نفسي مش عارف بس كام يعني اقل من مية اقل من مية تمانين اه حاجة كده انا كله محافظة ثلاثة وفي الجماعة تتخصصة بكل اقل من مية تعرف بريطانيا فيها كام جماعة 130 المانيا فيها 240 امريكا تعرف فيها كام جماعة ما كتير اظن كتير جدا انا اصلا كومينيتي كولوجي هناك كتير قوي او اي مدينة مثلا فيها كلية اه بزر قول كام طيب تخواق عدد كده في الخمشميات مثلا اربعة تلاف وسبابين واو ففي نظام الكومينيتي كولوجي هناك اللي هو سنتين ممكن تعلم اي حاجة في سنتين هناك في امريكا الناسك هاي بتعمل ترانسفير للجامعة وتبدأ تعمل في مين حاسمها الكومينيتي كولوجي نشتب دي بتكون كلية مجتمعية في امريكا وعيدوا لك بيطلبوا آيلس او طفل اربعة وضص خمسة حاجة يعني سهلة سهلة جدا 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 اهم حاجة يكون سنك من 21 سنة ل30 سنة تقريبا انا مش فاكر بصراحة لتفاصيل دلوقتي حالا بس انا عملت فيديو عن الموضوع ده على القناة بتاعتي هنسيبه هنسيب كل قناتك كلها في لا لا انا بس مش فاكر اه بالضبط اه فممكن هتلاقوه يعني وكده ده حتى ممكن ثانوية عامة يقدموا عليه اه تمام يعني انو انت خارج ثانوية عامة او حتى خارج بكاليلوس ممكن تقدم عليه هو من 21 سنة ل30 سنة او شو اكد من سنة ممكن نرجع تيمة بس اني هكو تعمل فيديو عن الموضوع ده فيه طب بالنسبة للناس والاجراءات سهلة جدا الازهار اه يعني احنا بنعتذر جدا ان احنا احيانا الله يفتح عليك تعايز لك على حاجة تعرف ان فول برايب بتقدم برنامج الدراسات الاسلامية للازهر اه اغلب الهي ده ما ازهر هيدرس اسلاميك ستاديس تبدال ده المجال الوحيد المتاح له لا طبعا هو 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 كاي حد كحد يعني هو مثلا هيخل ماجستير مثلا في الزراعة او في الصدر هيقدم معناس العادية عادي هو زي مجالة الازهار زي اه زي اه يا جامعة تاني يعني بتوفي عمل نفس التعامل بتاع السنوية العامة يعني انت متاح لك انك تقدم في كل الحاجات دي لو انت اظهر طيب يا جامعة اه مش مش في كل الحاجات دي طبعا بس بنسبة كبيرة منهم يعني اغلب ثم تمام تقدر تقدم حاجات دي بس انا كمان بقولك بزيدك اكتر كمان ان هل انا لو امام او انا شيخ هل ممكن اandelقي منح للإسلاميك ستاديز برضا ايوة كبير في فول برايت عندهم برنامج للإسلاميك ستاديز تشيفنينك عندهم برنامج للإسلاميك ستاديز بتاعهم والاكسفرد هم كمان فانا لو عايزة اعامل دراسات اسلامية وادرس فقه في برده منح عزيم جدا والله يعني في منح للدراسات الإسلامية اسلاميك ستاديز بتقول مع جامعة الاظهر اصلا كلية التعليم المستمرة بتعمل برامج لغة انجليزية مع الأيو سي يعني بتعمل بس في برنامج تابعة أنا فاكره كنت بشوفه في البرامج يعني وكده ده بتعمل بتعمل مع أكسفورد تمام ده بيكون في الإسلاميك ستاديس وكذلك فول برايب تعمل في الإسلاميك ستاديس فلو أخواتنا بتقول أظهر بتقول لهم الكوليات الشريعة والحاجات دي برضو اليوم منها والله يعني أنا حاليا حاسس يعني حتى العايس ديس بلاء فكه عقيدة أنا بقى أغبط أي حد في مرحلة الثانوية أو حتى في مرحلة الإعداد دلوقتي بتفرج علينا لأن هذا الكم من المعرفة بخصوص المنح والفرص اللي قدامك واللي أنت ممكن تاخدها يعني أنا قدمت فعلا في المنحة بتاع الاتحاد الأوروبي اللي رحت فيها بتعليم فيها الإخراج ديات وأنا في الكلية بعد ما خلصت الكلية حتى يعني وتقابلته وروحته كات حاجة ضريفة جدا فأنت عندك فرص كتيرة جدا أنت محظوظ أي نعم في مشاكل وتعليم إلكتروني وتابلت ومتحان وركي ومتحان صعب والكلام ده كله آه أوكي أوكي عن ناس كلها بصلي فيما بعد هتلاقي قدامك فرص كتيرة قوي حاول تستغل الموضوع ده بجد يعني أنا أغبطك جدا أنت قدامك فرص ما كانتش متاحة عندنا بل كمان لو فاتك كل الفرص دي فأنت عندك أنك تتعلم تعليم خاص برا ويمكن آرب بلد لنا من حيث الثقافة ومن حيث العادات والتقاليد كده يا تركيا وكمان في دلوقتي شركات زي تركي كامبس اللي بتساعدك في كل الحاجات دي مجانا لأن تعاقدها مع الجامعات فيعني أنت محظوظ جرب كل الحاجات دي والجامعات في تركيا الخاصة مش بتتطلب منك أي تنسيق يعني ده كريزي هذا أقولك أن ده موجود ده موجود في كل دول العالم بل إحنا موضوع التنسيق ده يعني ده موجود في روسيا نفسي نفسي يخلق عندنا يا عمر يعني وكمان يعني يعني موجود في كل دولة حاجة غريبة يعني حاجة غريبة عندنا أنا عمي بحب حاجة معانا وعايز أدرسها هل لازم تقيمني في حاجات ملهاش علاقة أصلا بالحاجة دي يعني عارف بيقولك إيه لما كان بيقولك يعني عندما تمنح يعني من الضروري أن تمنح فرص مساوي للجميع ولكن عندما تقرد السمكة بالكرد في تسلق الشجرة فهذا ظلم يعني السمكة قاعد عيش تقول حياتها تحس إنها غبية عشان مش هذا لتسلق يعني يعني ش حتتها يا باشا بالضبط ففكرة بصراحة فكرة إن أنا يعني بصراحة مش عارف موضوع التنسيق وموضوع اللي هو تسعة وتسعيل أنا دخلت صيدلة بالتنسيق ده بالبتاع بس الموضوع فعلا بصراحة يعني فعلا ظالم جدا يعني ظالم للدرجة الشي دي بقى مناسبة حد أوروبي إرتحاروبي بيها من برنامج ماجستير اسمه إيراسموس موندوس اسمه إيه؟ موندوس أو موندوس مش عارب صراحة أول كلمة؟ إيراسموس إيراسموس موندوس أو موندوس شو مش متأكد من موضوع يعني ده برنامج طبعاً تكون الماجستير بقون برامج تمام؟ بتروح بساً سنتين سنة في دولة والسنة التانية بتقضي ترمي في دولة وترمي في دولة مثلا ممكن تاخذ مثلا ماجستير سنة في الدنمارك ترمي في أسبانيا وترمي في أهلندا فبتاخد شهادة من ثلاث جامعات حمر ولو فيه حد عايز يستفيد من خبراتك أو أنت تساعده في حاجة ده متاح والله أنا طبعا يعني قدر استطاعتي يعني على الصفحة برد على الرسائل تمام برد على رسائل انستجرام يعني برد على الرسائل ويعني أنا طبعا حاليا صراحة شوية مش يعني بساعد الناس one to one بس على قدر ضيق يعني بس التيم عندنا في EmpowerHub بيساعد يعني حلو جدا وبنرد على الناس يعني بنرد على الناس مجانة هنزيب طبعا كل الانفو بتاعه اتعامره ازاي تقدروا تبعث لهم أو حاجة زي كده أنا قادر الاستطاعة والله برد على الناس يعني على قادر الاستطاعة يعني بس لحد عنده أي أسئلة أكيد طبعا يكون مرحبا أن يرد عليه وإلى حد محتاج مساعدة في التوفل أو في الـ أو في الـ أو في الـ أو في الحاجات دي كلها يعني طبعا أكيد هكون حابينه لا سعيد والله يا صاحبي يعني يعني جزاك الله وكل خير على مشاركة هذه المعرفة القيمة اللي أنا أظن أن إن شاء الله في ناس كثيرة هتستفيد منها بس طبعا لازم نؤكد للناس أنها محتاجة تسعى بشكل كبير أو تسعى مجهود يعني ده مش بالسهولة برضا ده خلصان يعني هو فكرة أنه أنت أكيد مش هستقبل في منحة وانت حاطت قاعد رجلة على رجلة يعني لا أنت لازم تسعى والـ 11 مطلب دول تكون إلى حد ما على ضراية بهم وتكون محضر الكلام ده وتعرضه على حد متخصص يقيمه وتعمل السيفيه بشكل كويس لأن في ألفات تقريبا بيقدموا في المنح فلازم تسأل نفسك إيه اللي هيخلي الناس دول يخدوني دوناً عن الناس كلها فلازم يكون عندك إجابة مقنعة جداً لأزالسؤال بس خلال بأنك يعني لو خدت منحة وربنا كرمك وخدت منحة فأنت حياتك والله هتضاير 180 درجة حرفية يعني ده بقى النقطة المهمة اللي جداً لازم نتكلم عنها أن يعني أنا ممتن جداً للموضل أكيد ممتن وخليناً نتكلم بصراحة في نقطة يعني أن أنا أي شاب من أسرة متوسطة هنرجع نتكلم عن النقطة دي تاني وكده عمره ما هيبقى عنده فرصة نايدر سبيل ايو سي This place is not for us Let's say clear يعني هنقول بوضوح المنح الوسير وحيد ممكن تدخل لك حاجة زي كده وبعد كده أنا مجتنع بحاجة أن التعليم مش بس تعليم يعني كل المحتوى في الأيو سي موجود على الإنترنت بس it's connections The experience كمان The experience فهي مصدية يعني المحتوى بتا هارفورد موجود على EDX وموجود على كورسير فهي مصدية صحيح والكورسات اللي قدية موجودة بس نسلس ليل من الناس اللي رح تدس في هارفورد إن أنا خاريك هارفورد تبقى بس تكتب خاريك هارفورد يعني بغض النظر ده صح ولا غلط بس هنشوف الشركات اللي بتعين هنا تبقى خارج AOC أو GOC فهم أو خارج كسر العالم يعني غالباً بيتجه دلوقتي ناحية skill over certificate لو أنت لو عندك المهارة أياً كان أنت أخذها مني يعني أنا فهم بس لو عندك الconnections exactly أظن إن المكان ممكن يكون عنده خائدة كبيرة بداية أنا متفق معي جداً أنت هارفورد مش هديك معلومات أحسن من تخذها من على الإنترنت أو يعني هو أكيد الإكسبرينس سيكون مختلفة بس الإكسبرينس ولكن يعني العلاقات يعني الموضوع أنا فهم طبعاً الناس بتشغل على أساس المهارات وبره والكلام ده وكل بس أنا بتكلم على العلاقات اللي بتتفتح لك أنت بتفتح لك علاقات مع ناس مع دواير صح صدقت صدقت طيب في حاجة إحنا أغفلناها عن موضوع المناخ تحب تضفها يعني أتمنى ما نكونش أغفلنا أي حاجة بس أنا يعني حابب إن أنا أقول نصيحة للناس بشكل شخصي بشكل عفو يعني صن الناس اللي طالعاً من السنوية العامة وده إحنا كنا كلامنا يعني بعد كل اللي إحنا قلناه ده يعني وكده إن أنا عارف من السنوية العامة وكلام ده بكو يكون عكس كل الكلام اللي إحنا قلناه في الحلقة بس مهمة إحنا قلناه يعني وكده آه هي مهمة هي مفرقتورك وكل الحاجات دي وكده بس أنت والمينتل والبيين بتاعتك وسحيتك وسلامتك النفسية أهم من أي حاجة صح وفي ظل الإعادي إحنا بنتكلم عن النجاح وبنتكلم عن الفرص وبنتكلم عن الباشن وعايزينك تروح وتدرس في أحسن جابعة وكل الكلام ولكن إن في هذا العالم المتصارع اللي الناس كلها بتتكالب على النجاح وبتتتصارع والفرص اللي بقت معقدة للغاية والوظيف اللي بقت صعبة للغاية يعني وكده وسوشال ميديا اللي كل حاجة بقى فيها مبهرة للغاية يعني وكده فصمت على تجربتك بتاعت فيسبوك وكل حاجات دي وكده فآه الفرص دي جميلة وكل حاجة بس أنا عشان برضو يعني بشوف الناس وده من عيوب المنح برضو الناس بيجي لها إحباط وبيجي لها برضو اكتئاب وبيجي لها كده فسؤال بس بسيط جدا إنت دلوقتي إحنا ربنا صحة تعالى أمرنا بالسعي في مقولك بتقولك إن حتمية السعي تقتدي حتمية الوصول أنا مش مقتنع قوي بالمقولة دي يعني وكده لإن أنت ممكن تسعى وممكن تجتهد وممكن ما توصلش طبعا إنت ده في الآخرة يعني ربنا صحة تعالى عادل والحياة ليست عادلة بس ربنا صحة تعالى عادل ولكن اللي أنا مقتنع بي أكتر هو إن عدم السعي يعني حتمية الفشل آه صح دي ما حد يختلف معايا دي صح لا طفل يعني ممكن نختلف أنا وإنت على حتمية السعي تقتدي حتمية الرسولة لها ممكن نختلف بس عدم السعي إنت أكيد بس صحة من ربنا صحة تعالى الكل أعمله آه يا صحي يعني فهم قصدي إنت ممكن تسعى وتتعب وتقدم في عشر منح وتقبلتش في الآحدة أوكي عشان برضو نبقى صريحية ولكن إنت معناكش خير آخر هم إنت لما قدمتش فهم قصدي إيه مش تقبل في الآخرة منحة تمام ولو ما تقبلتش في الآخرة منحة وما تقدمت وما أخدتش تعليم أي جيد هتخش بأفرار متلحية فهم قصدي إيه و فالفكرة كلها إنك لما بتقدم إنت بتعفي نفسك قدام نفسك إن أنا خدت بالأسباب على أقل خدت بالأسباب عملت اللي علي لو ما تقبلتش ده قدر ربنا صحة عائلة ربنا صحة عائلة أكيد عايز أقولك على حاجة بقى مهمة جدا أنا قدمت على منح في الباكالريوس ربنا ما قدرش إن أنا أقدم أروح في منح في الباكالريوس تمام وأنا بقدم على منح مني أو الياس في مصدي مفيش ظروف عائلية خلق بطء في مصدي ربنا كرم في منح الإيه اللي هي في أسناء الكلي وفي منح الماجستير فلو أنت بتقدم ربنا مكالريوس وربنا ما قدرش هتزبط معاك في منح الماجستير طب ما زبطتش في منح الماجستير وانت بتقدم في شغل صدق دني وانت بتكتب الكوفر لتر أو بتقدم في شغل هيكون الكواليتي بتاعتك والخبرة بتاعتك أعلى بكتير جدا من الشخص اللي مقدمش على منح صحيح فأنا قصدي إيه أنا قصدي موضوع مش عمو موضوع منح إنك كمان حتى لو قدمت هتقدم في شغل فاهم قصدي ولما وانت في الوظيفة بتاعتك اللي سكيلز بتاعتك اللي انت هتبنيها من وانت في سنوي بتعرف على الحاجات دي وتفتح ويبسايت وبديه بأرقام وكودز وكرانكين وكيوس رانك وآيلس وطوف هل الحاجات دي وكلها هتخليك كشخص خصوصاً امتحان زي امتحان الايلس امتحان الايلس مش بس والله امتحان ده الريدنج ده خطير فيه حداشر نوع في الريدنج فاهم قصدي اسئلة كلها يعني فاهم قصدي فتعطح لقطع فاهم قصدي عن مواضيع مختلف الليسنينج بتاع الايلس فاهم الرايتنج انت لو حسنت مهارات الرايتنج وانت في عرفت تكتب ازاي ازاي تكتب ريبورت ازاي فاهم قصدي وخدت الايلس ويجيبت في درجة عالية لما تيجي تشتغل انت هتبقى تجاوزت مهارات كتير جدا فانا بتتكلم بس النسار دي مهمة جدا قدمت في منح ولا قدر لها ما تقبلتش قدمت في جامعات ما تقبلتش هل انا كده خلاص لا كل المهارات اللي انت تبنيها دي وكل الحاجات اللي انت بنبنيها رف انت مش بتخسر حاجة بل بالعكس انت اكتسبت تحسين حاجات كتيرة جدا ومهارات وقدرات كتيرة جدا تقطع تطلع كذبان قردي حتى لو ما تقبلتش اختب بحاجة فضل بيقولك انا بفكر في الحياة في مواقف في الحياة بنكسبها في مواقف في الحياة بنتعلم منها حقيقة شكرا عمور الله دي المينسيت رايز وصلها للناس شكرا جزيلا في مين هنتقبل فيها في مين هنتعلم منها يعني انا فعلا يعني بشكرك من كل قلبي بجد يعني لاني الحاجات اللي انت بتقولها دي انا متأكد انها تكون مفيدة جدا 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 لشريحة كبيرة من الشباب وخاصة الفيديو السابق اللي عملنا سواء انا كنت مستعجل لاني ما كنتش متخيل ان الناس هيكون عندها الفضول او القدرة انها تتفرج على فيديو 40 دقيقة مثلا ده هيتول اكتر من كده اه ده ما شاء الله يعني قرب الساعتين اهوت فالحمد الله وان شاء الله يكون مفيد وزي ما قلنا هنسيب كل اللينكات بتاعة عمر وزي ما قلنا لو انت برضو عايز تقدم للتعليم اه في تركيا فتركي كامبس اه هيساعدوك في كل الخطوات ومجانا ومن خلال الكود بتاعنا هيساعدوك في تصبيت السكن والحاجات ديات مجانا برضو يعني ايه خدمات اضافية من عندهم فهتقول لي ازاي ومجانا وبيعملوا كده هما متعاقدين مع الجامعات بالفعل فيعني اجرب او بعت ابعت لهم استفسر على الاقل يعني خد خطوة تجاهز الموضوع مش تخسر حاجة زي ما نقول شكرا على الاستماع والمشاهدة وشكرا عمر على وقتك وعلى خبرتك اللي مشاكل مع الناس الله يعني انا سعيد جبدأ موجودي معاك بسعيد كل ما شكت ووظيف يعني وينلقاكم حبيبي وينلقاكم على خير ان شاء الله السلام عليكم